اشتركوا في القناة ومبارح كان فيه مباراة قوية جدا 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 كان طبعا نجمنا المتقلق محمد صلاح موجود فيه طبعا ميلا ومباراة كبيرة أمام الانتر هنتكلم على تفاصيل كتيرة جدا عن طبعا بطولة بطولة دوري أبطال أوروبا اللي يمكن كمان زي ما بقول لحضراتكو فيها بعض المفاجآت ما فيه الشك طبعا بطولة كبيرة جدا والمرشحين لها في دور 16 أعتقد 3-4 فرق بيقدموا مستويات أكثر من رؤية قبل ما نخش طبعا في تفاصيل حلقتنا خلينا نتكلم عن نادينا نادي الأهل العظيم اللي طبعا بيستعد بشكل كبير جدا جدا لمباراة بكرة إن شاء الله في بداية مشوار جديد مشوار كلنا كجمهير النادي الأهلي باتكلم باللسان جمهير النادي الأهلي 11 يا أهلي إن شاء الله بإذن الله تنطلق غدا أمام فريق على مستوى عالي فريق الهلال السوداني وعايز أقول لي طبعا لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي أكيد أنتم على دراية قديني المباراة صعبة خليني نتكلم بكل أمان دايما وأنا حتى كنت متواجد في صفوف النادي الأهلي أي مباراة حتى في صفوف منتخب مصر مباراة في السودان بتكون مباراة صعبة كمان توقيت المباراة الثالثة ظهرا أعتقد كمان توقيت صعب لكن النادي الأهلي كمان عنده زي ما قال المسلماني عنده لعيبة خلاص محترفة لعيبة عندها خبرات كبيرة جدا جدا خارجين من بطولة عالمية بالبرونزية ولكن سريعا ما يغلق النادي الأهلي صفحات البطولات ويستمر في حصد المزيد منها طبعا ده بحضراتكم الاستعداد ده تدريب من لقطات النهاردة النهاردة النادي الأهلي بيستعد بشكل بشكل أكتر من رائع أكيد على المستوى البدني على المستوى الفني من خلال بعض المحاضرات المسلماني على مستوى كمان المعنوية خلي بالحضراتكم كمان مهم جدا جدا الاستعداد لهذه المباراة من ناحية المعنوية ما فيش شك فيه فرحة كبيرة بالبرونزية لكن كمان كل الاستعدادات إن احنا كمان نروح إن شاء الله كاس العالم للأندية العام القادم بالحصول على يعني المفضلة لنا مفضلة الجماهير النادي الأهلي طبعا الكاس الأفريقي خلينا نتكلم خلينا نتكلم إن على مستوى الاستعدادات ما فيش شكل النادي الأهلي مستعد بشكل كبير جدا لكن كمان ما أثير في الفترات اللي فاتت عن وجود جماهير مش وجود جماهير رسالتي للعبة النادي الأهلي طبعا الروح زي ما أنتم شايفين روح جميلة جدا عمر السلية مع عمد محمود الروح طبعا مهمة جدا أن الروح تكون جميلة وطبعا الفوز بالبرونزية مدي معنويات بشكل كبير جدا ديونج من أفضل لعبة النادي الأهلي وأفضل في رأيي من أفضل لعبة خط الوسط في أفريقيا سامي أمصان اللي بيقوم بدور كبير جدا عندنا حسام حسن قدامنا كل اللعبة وكل الناس بصراحة إن شاء الله يكون استعداد جيد للمباراة لكن عايز أتكلم يمكن ما قطيرة شوية عملية تواجد جماهيري مش تواجد جماهيري أعتقد ده ممكن نحط شوية شوية ضغط على مش هقول النادي الأهلي النادي الأهلي متعود يلعب بدون جمهور بجمهور ما عندناش مشكلة لكن ممكن يكون فيه استبزاز شوية لمشاعر الفريق الهلال ممكن يكون فيه شحن معنوي كبير جدا جدا ممكن النادي الأهلي هيواجهه وده طبيعي في أول عشر دايق أو ربع ساعة من بداية المباراة زي ما بقول لحضراتكم جهاز الفني اللعيبة بعيد تماما تماما عن هذا الشحن وعن هذه المشاكل اللي بتطار بره المستطيل الأخدر كل التركيز فيه النواحي البدنية كل التركيز في النواحي الفنية وطبعا النواحي الإدارية الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقوم بدور أكتر من رائع كالعادة كعادة الكابتن سيد عبد الحفيظ لكن مباراة مهمة جدا لعدة نقطات النقطة الأولانية البداية وده برضو اللي قاله مسيماني من خلال المؤتمر الصحفي قال دايما البدايات في البطولات بتكون بدايات صعبة مفيش شك إن البداية مهمة جدا جدا أنت بتلعب في دور المجموعات مباراة الأولى بتلعب أمام فريق محترم فريق الهلال السوداني لكن أنت النادي الأهلي وطموحات النادي الأهلي وطموحات اللعيبة تكون إن شاء الله بداية موفقة وإلفوز في هذه المباراة زي اللي أقول لحضراتكم دايما النادي الأهلي بيتعامل بالمراحل مرحلة النهاردة احنا بنتكلم في مرحلة دور المجموعات مركزين في المباراة دي جدا جدا إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفرقتنا اللي إن شاء الله تبقى خطوة جديدة للوصول للحيداشر الحيداشر طبعا كل جماهيري النادي الأهلي أنا كنت السنة اللي فاتت دايما عامل شعار كده مع جماهيرنا ومحبين العشرة يا أهلي بنقول لهم الحيداشر إن شاء الله يا أهلي علشان عايزين كمان نشوفكم إن شاء الله في كاس العالم للأندية السنة اللي جاية وتكونوا بإذن الله في المباراة النهائية طبعا أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي كمان لكرة القدم بيكلم الكابتن محمود الخطيب يهاني كابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي النهاردة طبعا محمود الخطيب رئيس النادي طلق تهنئة من أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمناسبة طبعا حصول فريق النادي الأهلي على البرونزية في بطولة كاس العالم للأندية وجاء نص خطاب رئيس الاتحاد الدولي للكابتن محمود الخطيب كالتالي أود أن أتقدم لكم بالتهنئة مرة أخرى بمناسبة فوز ناديكم بالمدالية البرونزية في بطولة كاس العالم للأندية وهو إنجاز جديد لكم وأنا أرسل لك هذه الرسالة للإشادة بكل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار سواء كانوا اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي ويسعدني أيضا الإشادة بجماهركم الرائعة التي تواجدت في البطولة ولا شك أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة العمل الشاق والاحترافية والاهتمام بكافة التفاصيل بالإضافة إلى الحب والشغف تجاه لعبة كرة القدم كل هذه الأشياء تشير بمستقبل مشرق لفريقكم وبكل تأكيد سوف تفتح الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل أتمنى لك كل الخير وأتطلع لمقابلتك مرة أخرى قريبا خلي بالكو الرسالة فيها يعني جوجوة الرسالة فيها رسائل كتير جدا بصراحة رئيس الاتحاد الدولي يعني شيء يدعو للفخر بهذا الفريق اللي قدام حضراتك طبعا رئيس الاتحاد الدولي بكل مناسبة على مستوى الأندية بيشارك فيها النادي الآلي بيتوج النادي الآلي بماديليا أنفانتينو طبعا بالرسالة اللي وجهها للكابت محمود الخطيب أكيد كلنا فخورين بهذه الرسالة كلنا فخورين أنه فعلا خلاص النادي الأهلي يا جماعة النادي الأهلي بقى نادي عالمي يعني عايزين نقول كده وبنقول كده من سنين السنة اللي فاتت واللي قابليها وي وي والنادي الأهلي خلاص في مصاف الأندية العالمية أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي بيقول دوت من خلال رسالته للكابتن محمود الخطيب وبيوجه كمان رسالة أنه فخور كمان بجماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي كان لها طبعا براجراف في رسالة أنفانتينو للكابتن محمود الخطيب أنه فخور بهذه الجماهير اللي كانت موجودة في كاس العالم للأندية وهو يعرف ويعني يعلم تماما قد إيه جماهيرية النادي الأهلي مش في مصر بس على المستوى الأفريقي وعلى المستوى العالمي بشكل كبير فعايز أقول لحضراتكو أني طبعا النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله عنده مشوار بداية مشوار بإذن الله على مستوى طبعا كاس أفريقيا 11 أهلي إن شاء الله في طريقنا وفي طريقها للجزيرة بإذن الله طيب نسيب النادي الأهلي ونروح طبعا عبر سكايب عندنا نجم كبير على مستوى الدوري الإيطالي نجم لعب في ميلان نعب في نابولي عايزين نتكلم معاه بصفة يعني خاصة على الشاملونز ليج وكمان نتكلم معاه على محمد صلاح محمد صلاح طبعا اللي هو آمن بارح بأدوار أكثر من رائعة معنا طبعا جوزيبي طبعا ده نجم ميلان ونجم نابولي مساء الخير عليك بنرحب بيك في قناة النادي الأهلي مساء الخير أيضا لكم من نابولي من إيطاليا سعيد بتواجده على قناة النادي الأهلي شكرا لكم على توجيه الدعوة جوزيبي أكيد تباعت مبارات مبارح مبارات طبعا انتر أمام ليفر بول في الشاملز ليج عايز عرف ردود الأفعال النهاردة كانت ايه بعد هذا اللقاء الجماهير جماهير الانتر استقبلت ازاي الهزيمة 2-0 أمام ليفر بول دعني أتحدث عن مباراة الانتر الانتر في الأمس قدم واحدة من أفضل مباريات انتر ميلانو مع سيموني إنزاجي مع ليفر بول لكن للأسف كما يقال وكما يشاع من يسجل هو الأفضل ومن يسجل يجب أن نشكر الانتر لعبه وسيطر على المباراة بالطول وبالعرض لكن شامبيوز ليج لديه أشياء خاصة الانتر لعب مباراة عظيمة لكن في النهاية لم يسجل والكرة دائما ما تعترف بالأهداف واعتقد أن مباراة العودة ستكون صعبة على فريق الانتر الانتر قام بعمل مباراة جيدة لكن سيموني إنزاجي للأسف لم يتفوق على يورجين الذي تفوق عليه في النهاية سيموني إنزاجي طبعا من خلال المباراة يمكن كان أداءه أو داء لعبته على مستوى عالي جدا ولكن تبقى نهاية الهجمة وده يمكن اللي افتقده نادي الانتر مباراة كان بيروح بهجمات مباشرة وسريعة جدا على ليفر بول ولكن انهاء الهجمة هل تعتقد غياب ورحيل لوكاكو عن الفريق أثر بشكل كبير على خط الهجوم وتأثيره على خط الهجوم نادي انتر بالنسبة لي إيدين جيكو يقدم مستوى رائع ومستوى كبير مع انتر ميلانوم في الدوري لكن كما قلت أنت جيكو يستطيع أن يسيطر في الدور الإيطالي لكن دوري أبطال أوروبا يحتاج لعيب أكثر قوة من إيدين جيكو لو تارو مارتينيز ولوكاكو كان سنائية عظيمة العام الماضي مع الانتر وهؤلاء إذا ما تواجدوا بالأمس كانوا سيقومون بتسجيل الأهداف كما ذكرت الانتر بالأمس قدم كل شيء لكن نهاية الهجمة كانت صعبة لوكاكو كان لدي هذا الشيء ولوكاكو يستطيع أن يصنع ويهدف أكثر من إيدين جيكو وأنا موافقك الرأي إذا كان متواجد بالأمس لوكاكو كان سيسجل الأهداف لأن الإنتر كان قريب من تسجيل الأهداف ولكن انهاء الهجمة كان صعب جدا وكان سيء بالنسبة لإيدين جيكو ومهاجمي الإنتر بالأمس ما فيه شك وانت كنت لعيب كبير في نابولي نابولي أعتقد خلال يمكن دقايق عنده مباراة قوية جدا في روبا ليج مع فريق كبير زي بارشلونا شايف حصوص نابولي في الحصول على هذه الكاس بالرغم موجود فرق كبيرة في طبعا كاس طبعا الإيروبا ليج طبعا النهاردة مباراة أمام بارشلونا شايف المباراة زي وتتوقع نتيجة نابولي يعتبر أكثر المرشحين للفوز ببتولة الإيروبا ليج هناك دورتوموندو هناك بارشلونا هناك لاتسيو هناك أتالانتا هناك فرق عديدة كالتفوزة بالأيروبا ليج لكن يجب أن نشاهد نابولي المباراة التي بدأت منذ قليل مع بارشلونا ماذا سيفعل نابولي في الكامبينو ثم في نابولي مباراة العودة في هذا الوقت سنقول إذا كان نابولي قادر على الفوز أم لا لأن نابولي تأيروبا ليج أصبحت الآن قوية أكثر أمدا من التشامبينز طيب قبل أن نتكلم كمان على الإيروبا ليج خلينا أرجع تاني للتشامبز ليج ومباراة الإنتر ومحمد صلاح يمكن لفت نظرنا هنا الاستقبال الكبير اللي كان موجود من جماهير الإنتر لمحمد صلاح وبعض الناس بتطلب تشيرت محمد صلاح شفت إزاي نجمنا الكبير محمد صلاح مباراة الإنتر بالنسبة لي يجب أن أشكر صلاح على المستوى العظيم الذي قدمه في بطولة الأمم الأفريقية وكان اختبار قوي لمحمد صلاح أن يقدم هذه المباراة الرائعة مع متخب بلاده هذا طور كثيرا من محمد صلاح لأننا شفنا كواليتي الأرضية وكواليتي الملاعب هناك في أفريقيا وهذا أثبت أن صلاح لعب كبير ولعب عظيم واستحق التواجد كأفضل لعب في العالم بالأمس قدم مباراة رائعة في أواخر الشوط الثاني كان صلاح ظهر لأن صلاح ظهر في الشيط الأول أكثر إرهاقا من الشوط الثاني لكن صلاح لديه كوة بدنية عظيمة وأعشق في صلاح الشاي أن محمد صلاح يوزع مجوده بطريقة جيدة طريقة تقول أن هذا اللاعب محترف وتطور كثيرا ويتطور كل عام عن الآخر لكن التسجل في سان سيرو أمام جمهيرا الإنتر هذا يعني أن صلاح لعب عظيم وكتسجل من قبل ليست المرة الأولى يسجل فيها لكن قدم هذا رائع في أفريقيا وفي أم أفريقيا وبالنسبة لي أفضل لاعب في القرى الإفريقية وفي العالم أيضا جوزيبي عايز أسألك عن غياب الفرق الإيطالية على التتويق بالتشاملز ليج أو بالأيروبا ليج إيه السبب دوة راغم فوز المنتخب الإيطالي مؤخرا بطبعا الييرو إيه المشاكل اللي بتواجه الفرق الإيطالية في الحصول على بطولة كبيرة زي التشاملز ليج أو على مستوى حتى الإيروبا ليج للأسف القرى الإيطالية في الأيام الماضية لدي العديد من المشاكل التي أثرت على القرى الإيطالية والدور لطالب بشكل عام هذا قبل بطولة الأمم الأوروبية لكن إيطاليا فازت بالأمم الأوروبية والآن إيطاليا لدي العديد من اللاعبين الكبار هناك لعبين من روما وأنك بعض اللاعبين الذين لعبونا في إنجلترا ولديهم قوة اقتصادية كبيرة قد تؤثر بالإيجاب على المنتخب الإيطالي لكن الفرقة التي قد تفوز بالدور الإيطالي صعب أن تفوز بدور أبطال أوروبا لأن الشامبيوز ليج لديه خصائص خاصة ليس معنى أن تفوز بالدور الإيطالي أن تفوز بدور أبطال أوروبا لأن الشامبيوز ليج بطولة صعبة وأن تتقابل أبطال الدوريات الأخرى كالدور الإنجليزي الذي يعتبر أقوى دوري في العالم ونواجه صعوبة في ملاقات هذه الفرق لقد شهدت بالأمسى مستوى الإنتر وهو أفضل فريق في إيطاليا أمام ليفر بول المركز الثاني في إنجلترا وهذا يوضح الفارق بين القرى الإيطالية والقرى الإنجليزية نلعب قرى عظيمة قرى بها جرينتا لكن الإنجليز أكثر تنظيم ويعرفون كيف يفوزون الإنتر أفضل فريق لنا في إيطاليا قد يودع شامبيوز ليج هذه بكل سهولة اليوفي أيضا نتمنى أن يحدثنا هذا الشيء روما أيضا تعاني القرى الإيطالية نتمنى أن المستقبل يكون باهر للقرى الإيطالية ونتمنى أن نصعد لكأس العالم لأن لدينا مباراتين مهمتين كالتحدد مصير أشياء كثيرة في إيطاليا ما فيه شك طبعا وجود إيطاليا في كأس العالم القادم شيء مهم جدا للكرى الإيطالية طبعا غيابها عن كأس العالم اللي فات كان مفاجأة كبيرة للعالم طب نروح على مستوى بطولة السيريا A طبعا التنافس ما بين الإنتر ما بين ميلان ونابولي هل نابولي خلال هذا العام أو هذا السيزون اللي بقدم مستوىات أكتر من رائعة من المرشح بنفوز بهذه البطولة ميلان نابولي إنتر بالتأكيد هم سلاسة فرق سيتنافسون على الدور الإيطالي هذا العام في إيطاليا لأن هذا العام نفسه قوة الفرق بالنسبة للإنتر قد يكون أقرب للفوز بالدور الإيطالي إذا ما كنت تريد بالترتيب الإنتر الأول النابولي سيراكب من بعيد لكن في هذه الأيام هناك منافسة كبيرة بالنابولي والميلان وأعتقد أن الديربي ميلانو حدد بشكل كبير أن الميلان قد يعود وقد يتصدر الدوري هناك سرن موسيقي لأن الإنتر قدم آخر أربع مبارات صعبة بالنسبة لسيمونينزاكوم ديربي إنتر لكن بالنسبة لي كما ذكرت الإنتر كان يفوز بالدوري وأتمنى أن يعود نابولي للمنافسة على البطولات وأعتقد أنه صعب الإنتر يعيش في فترة صعبة في الدور الإيطالي وبعد خسارة الأمس قد تؤثر على مستوى الإنتر ومشوار الإنتر في الدور الإيطالي فيرونتين أيضا فريق قوي في الدور الإيطالي لكن قد لا يفوز أتالنطا أيضا يقدم أداء رائع وأتمنى للفرق الإيطالية التوفيق في اليوروبا ليج وهناك أيضا ديربي كبير بين تورينو ويوفينتوس قد يؤثر في الدوري إذا ما أعتقدنا أن اليوفي قد يعود لأنه لا يجب أن نستبعد اليوفي عن المنافسة لأن اليوفي قام بعمل مركاته عظيم لكن هناك فرص كبيرة بالنسبة للميلا فريق عظيم لعبت له وأعلم كيف تدار الأمور هذه الأيام داخل البيت الميلاني وأتمنى أن يعود الميلا لكي ينافس على اللقب بل يفوز به جوزيبي طبعا اللاعب الكبير في الإنتر في اللاعب كبير في نابولي بنشكرك شكرا جزيلا نطلع بس فاصل سريع جدا وهنرجع نشوف الصحف العالمية قالت إيه وعندنا أخبار كتيرة عن ندينة النادي الآلي وكمان عن بطولة أوروبا خليكم معنا بعد الفاصل مرحب بحضراتكم مرة تانية في المحترف قبل ما نشوف الصحافة العالمية تكلمت وقالت إيه عن دور الستاشر في بطولة أبطال أوروبا أو بطولة دوري الأوروبي أعتقد النهاردة عندنا الخبرين مهمين جدا الخبر الأولاني بيخص مبابي مبابي طبعا نجم باريس سان جومان ومن حوالي شهور أكتر من شهور عملية هل انتقال مبابي لريال مدريد انتقال وفين أعتقد النهاردة مسؤولي باريس سان جرمان بيعملوا كل حاجة عشان مبابي يستمر معهم في الفترة اللي جاية في قناة فرنسية قالت ان بالفعل بيه فيه تفاوض كبير جدا جدا ما بين الطرفين ما بين طبعا باريس سان جرمان ومبابي لتجديد التعاقد معه ولو حتى الفترة صغيرة احنا بنتكلم ويمكن العرض اللي قدمته باريس سان جرمان لانبابي هتخليه أغلى لاعب في العالم من حيث تقاضي الأغر السنوي ويتفوق على نجوم كبار زي ميسي ونيمار وديسيلفا أشار التقرير كمان ان المهاجم الفرنسي بيركز دلوقتي أكيد في مسارته مع باريس سان جرمان عايز يقدم موسم جيد جدا مع باريس سان جرمان كل الأمال للحصول على الشامبينز ليج ومأجل طبعا قراره إلى الفترة اللي جاية لكن خلينا نتكلم بكل أمانة ريال مدريد كمان هو الحلم الكبير لينبابي زي ما بيقول لحضراتكم من فترات كتير كان الحلم الأكبر لينبابي هو اللعب لفريق كبير زي فريق ريال مدريد ما فيش شك أن ريال مدريد لغاية الوقت هو الأقرب لكن لما كل وسائل وسائل التواصل الاجتماعي بتتكلم لما حتى الانتربيل وبيعملوا لينبابي دايما بيقول أنا لسه مقررتش أنا يعني مركز مع فرقتي عايزين ناخد بطولة طبعا بطولة الدور الفرنسي محسومة بشكل كبير لكن طبعا الفوز بدوري الأبطال هو الشيء المهم جدا وبيقول أنا مركز مع فرقتي لكن فيه كمان تقارير بتقول أن يمكن ناصر الخليفة طبعا ده رئيس نهايدي باريسنا الجرمان قعد مع وكيله وعرض عليه عرض كبير جدا عرض يفوق يمكن يعني مرتبات ميسي ونيمار عايز أقول لحضراتكم بعض الناس بتقول أو بعض التقرير بتقول أن يمكن العرض وصل لحوالي مليون جنيه استرليني أسبوعيا مليون جنيه استرليني أسبوعيا وكمان الدوله كده فرصة قالوله إحنا مش عايزين عقد طويل المدى ممكن تمدي معنا سنتين يعني المدة سنتين تكون متواجد معنا تخيل الرقم يمكن زي ما بقول لحضراتكم رقم خرافي رقم كبير جدا ولكن كله مش على المستوى الرسمي ما فيش شك أن طبعا باريس سان جرمان بتحاول بقدر كبير جدا أنها تتمسك بهذا اللاعب بعرض خيالي زي ما بقول لحضراتكم لكن كمان ظهر على الخط على النحية الثانية ليفر بول النهاردة بعد وسائل الإعلام في إنجلترا يمكن كانت مطلعها بعض الصور ليورجن كلوب مع إمبابي بعد المباراة وبتقول يعني بتقول بشكل أخر مش بعد المباراة يعني من خلال يعني بعض الصور نزلت يورجن كلوب وبتقول فيه اهتمام واضح من طبعا ليفر بول للتعاقد مع إمبابي في الصيف القادم ممكن جدا تكون سلاح زوحدين يعني ممكن جدا بنتكلم على ليفر بول هل تم التجديد مع محمد صلاح هل هيجدد لمحمد صلاح دي نقطة لسه دلوقتي ما تحسمتش كمان عايز أقول لحضراتكم مانيه مانيه كمان عقده هيقلص في صيف 23 وبالتالي كمان في الأيام اللي جاية أو الأسبوع اللي جاية كمان ساديو مانيه ممكن جدا هل يتواجد في ليفر بول كل دي اعتقد يعني منورات ومن خلال حتى قدوم دياز اللعيب الكولومبي اللي ظهر بشكل أكتر وما رائع مع ليفر بول في المبارايتين اللي فاتوا ده كمان وراء الضغط بلعبها ليفر بول على ساديو مانيه وعلى محمد صلاح لعب صغير عنده 23 سنة بيقدم مستويات في أول مبارايتين ولا أرواع وبالتالي كمان الضغط على اللاعبين بشكل أو بآخر ده متواجد في ليفر بول لكن هل من الممكن انتقال مبابي لليفر بول في الصيف أنا أشك يعني أنا أشك في هذه يعني التقارير التي تلعت من إنجلترا ولكن كل حاجة بيقولها مبابي هو بيقول أنا لسه ما حددتش اتجاه إيه هل سيبقى بالمبلغ الخرافي اللي قلت حضراتكو عليه في باريس سان جرمان لمدة عامين هل ينتقل في الصيف لريال مادريد لتحقيق حلم حياته للعب للملكي هل تحدث المفاجأة ويكون وجود مبابي في البريميال ليج من خلال ليفر بول أعتقد علامة استهام كبيرة جدا جدا على انتقال مبابي في الصيف القادم وجوده أو بقاءه أو الانتقال طبعا لريال مادريد أو ممكن تحصل أحدى المفاجأات طيب نروح سريعا عشان وقتنا نروح نشوف الصحف العالمية قالت ايه عن بطولة أوروبا أو بطولة أبطال أوروبا هنا في المحترف نبدأ الجولة سريعا من إيطاليا لكزيدة ديليسبورت الإيطالية نشرت سورة الكرواتي إيديان بيرزيتش لحظة شعوره بالحصرة بعد هدفي ليفر بول وقالت انتر بيأكل إيديه في دور الأبطال يلعبون ويقاتلون لكن ليفر بول يفوز أضافت كمان على نفس المستوى الجديع 75 هكان بيدرب في العرضة وفيرمينو وصلاح قاسيان لست إيطاليا تحديد مع توت سبورت الإيطالية ركزت على هزيمة انتر ميلان أمام ليفر بول 2-0 وكتبت الخطيئ طبعا عنوان قوي جدا كمان اتحدثت الصحيفة عن رأي فابيو كابيلو في طبعا المهاجم السربي ولكن مهاجم اليوبينتوس الجديد وكتبت فلافوفيتش مثل إبراهيموفيتش طيب سريعا نسيب إيطاليا ونروح سريعا لإنجلترا تحديدا صحيفة The Sun الإنجليزية وعليت على فوز ليفر بول 2-0 على الميلان في ذهاب دور ال-16 لدور أبطال أوروبا والرقم القياسي لطبعا نجمينا الكبير محمد صلاح بالتسجيل في 8 لقاءات متتالية خارج الميدان وكتبت 8 لمحمد صلاح النجم المصري قاد ليفر بول إلى الاقتراب من ربع نهائي دور أبطال أوروبا بهدف جديد خارج الديار الصحيفة كمان اهتمت برغبة نيو كاسل يونيت في التعاقد مع بريشي طبعا إيز ده لعب كريستل بلز صحيفة أسبانيا ماركة الأسبانية ركزت على لقاء طبعا برشلونا يمكن يعني برشلونا بيعب دلوقتي مع نابولي في الدور الأوروبي لتأهل لدور ال-16 وكتب دياجو أو مالدو طبعا مارادونا جونيور هذا اللقاء هو تكريم مثالي للأسطورة اللي مثل طبعا فريق برشلونا وفريق نابولي طبعا مارادونا الصورة الراحلة كان طبعا نجم من نجوم هذين الفريقين نتكلم على مستوى برشلونا وعلى مستوى فريق نابولي الإيطالي الصحيفة كمان اتحدثت عن خسارة أتليتكو مادريد في ملعب 1-0 أمام ليفانتي طبعا ده كان فيه لقاء مؤجل عن الدوري الأسباني وكتبت يلمسون القاع الصحيفة تم كمان بالفرنسي امبابي نجم باريس سان جرمان المرشح إلى الانتقال لريال مادريد وكتبت امبابي يواصل خطته سبورت تركزت ده جريت سبورت الاترية ركزت على لقاء برشلونا نابولي في الدوري الأوروبي وكتبت أبدا يعني تحديا جديدا تحدثت الصحيفة كمان عن فوز ليبرفول امباري على الانتر 2-0 وتعادل كمان تعادل كان مثير جدا تعادل باير ميونيخ أمام سالسبورج واحد واحد في طبعا دور الستاشر من دوري أبطال أوروبا خلصنا صحفتنا هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل إن شاء الله عندنا النقد الرياضي الكبير أحمد مجد هيكون موجود معنا النهاردة عشان نتحدث يعني بالتحليل والرؤية الفنية في مباريات أبطال أوروبا كمان عندنا كمان لقطة وحنتابع فريقنا النادي الأهلي هنتابع طبعا النادي الأهلي اللي عنده لقاء بكرة مهم جدا أمام الهلال السوداني من خلال مرسلنا هناك في الخرطوم لكن كل دو تخليكم معنا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم وبرحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا النهاردة في المحترف النقد الرياضي المتميز في الكرة العالمية النقد الكبير أحمد مجدي أبو حميد منور الدنيا مساء الخير عليك مساء الفل على حضرتك وكون مبسوط جدا أنا دايما ببقى سعيد وانت موجود بتبقى حلقة ممتعة عايزيني تكلم على رؤيتك للشامبنز ليج رؤيتك لبطولة طبعا أبطال الدوري وانطلاق دور الستاشر ومن خلال يمكن تلعب أربع مباريات ويمكن الأسبوع اللي جاي لأربع مباريات رؤيتك عمتا من خلال بداية هذا الدوري طبعا ما حصلتش مفاجآت كبيرة في المباريات اللي لعبت في دور الستاشر من دوري أبطال أوروبا من حيث لو كنا توقلنا النتائج دي حصلت إلا مفاجئة بايرني ميونيخ ممكن أنه تعادل مع ريت بول سالسبورج خارج الأرض وإن كنت أنا متوقع في بعض الأحيان يعني كان عندي يعني شغف أنه أنا أعرف اللقاء المدربين ماتياس جايسلي وناجلسمن اللي هو يعد استنساخ ناجلسمن يعني هو استنساخ واضح من ناجلسمن نفس المسار ماشي فيه من هوفنهايم بعد كده شركة ريت بول بدأت تعمل رهان على مدربين شباب في نادي لايبسيج ونادي ريت بول سالسبورج فماتياس جايسلي بعمر 33 سنة بيقف على الخط قدام ناجلسمن 34 سنة في دور 16 دور ربطال أوروبا كان لقاء مليان بالشغف ودي حاجة ممكن نستفيد منها في الكرة المصريية وفي الكرة على بشكل عام لأنه زيما بفرخ لعيبة في آلية لتكون اللاعبين الصغيرين لأن دلوقتي أوروبا بدأت أنها تفرخ مدربين صغيرين في السن مش من دلوقتي سدان يمكن على مستوى لو تشوف دلوقتي على مستوى يعني ألمانيا يعني من خلال 15 سنة اللي فاتوا كان بيعملوا بيعملوا هذه الخطة أنه ما بتأهلش من اللاعبين بس لكن كمان على مستوى المدربين وانت شايف دلوقتي كمان أفضل المدربين على مستوى العالم هم المدربين الألمان أحمد هنتكلم كثير على بطولة أبطال أوروبا لكن خلينا نتطمن على فرقتنا بأساتنا وفريقنا النادي الأهلي اللي عنده مباراة بكرة في بداية الحداشر بطولة الأفريقية المحببة لكل لعبتنا وكل جماهيرنا كريم أحمد بنرحب طبعا مرسلنا هناك في الخرطوم يكون معانا عشان يطمننا على فرقتنا أحمد مساء الخير عليك كريم برحب بك يا كابتن هاني طبعا كل التحليق والدفك الكريم طبعا ناخد رياليو أستاذ أحمد مجدي ويا رب إن شاء الله دعواتها كابتن هاني ودعوات كل جمهورنا العظيم إن شاء الله بإذن الله تكون انطلاقتنا قوية كالعادة طبعا مع فريقها لنادي الأهلي وإن شاء الله تكون البطولة 11 من نصيب النادي الأهلي طمننا أخبار فرقتنا إيه يعني قدر أقول لك يا كابتن هاني جدية وإصرار كبير جدا وحمسك عادة كل اللعبين الحقيقة في كل البطولات يعني ضغط كبير ومجهود أكبر الحقيقة مع كل اللعبين من كأس العالم ولعبينها كانت منضمة طبعا لمتخبنا الوطني عودة 24 ساعة راحة ثم الدخول مباشرة بدوافع متجددة كالعادة للبطولة الأفريقية البطولة الكبيرة والحلم الكبير كعادة فريق النادي الأهلي 11 أهلي هو الهتاف والنداء اللي احنا بنشوفه بنلمسه مع جمهورنا هنا الحقيقة الجالية المتواجدة طبعا اللي بتحاول انها توصل رسالتها لكل العيب النادي الأهلي في فند الإقامة في ملعب التدريب في كل خطوة الحياة بنكون متواجدين فيها بنشوف الحقيقة جمهور النادي الأهلي عنده ثقة كبيرة جدا في كل العيبة زي ما احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في العيبة والجهاز الفني إن شاء الله بإذن الله بالمجهود الكبير وبالإصرار اللي احنا عارفين والعيبة النادي الأهلي نقدر إن شاء الله نحصل عادي البطولة ويكون انطلقتنا جيدة إن شاء الله في هذا الموس إن شاء الله بإذن الله عايزة أطمنك بشكل عام أكيد يا كابتاني طبعا عن كل الترتيبات والأمور الخاصة في فند الإقامة التدريبات طبعا سلبية مسحة البعثة بيئة الكاملة فور وصلنا طبعا كالعادة والبروتوكول الخاص في أي مباراة طبعا في البطولة الأفريقية المسحة اللي بتكون عقب الوصول إلى الفند الإقامة الحمد لله يعني طبعنا بشكل عام من البعثة كلها المسحة سلبية فإن شاء الله بإذن الله كون الأوراق كلها مع بيتسو موسيماني للدفع بها والاختيار التشكيل الأمثل اللي إن شاء الله يخود بيه هذه المباراة يوم اعتيادي وخاص طبعا لفريق النادي الأهلي الفطار صباحا كان فريد تسعة صباحا نهاردة كان فطار لأن انت عارف المباراة ثلاثة فيمكن وجبة الغداء حداشر ونص على أن يتوجه موسيماني وأيضا كمان كابتن رامي ربيع كابتن فريد النادي الأهلي اللي حضر النهاردة المؤتمر الصحفي اللي سبق التدريب اللي كان فيه التالتة عصرا ترتيبات الحقيقة مميزة جدا من سفارتنا هنا طبعا وام علي السفير حسام معيسى برفقة طبعا نائب رئيس مجلس إصدارة النادي الأهلي والساز العامري فاروق وكابتن حسام غالي أضو مجلس إصدارة النادي الأهلي الحقيقة مركزين بشكل كبير جدا على الترتيبات التحركات اللاعبين الجانب الأمني التنصيق كل الأمور دي الحقيقة ماشية بشكل طيب جدا لكن بنأكد في كل مرة كابتن هاني بنأمل كل الأمور دي يكون في يوم المباراة هو اليوم الأهم بالنسبة لنا يوم المباراة تحركنا للمباراة الأمور هتبقى إزاي ألا يكون فيه عدد كبير متواجب مثلا خارج الأستاذ طبعا لانتعرف المباراة خلاص تم حسمها بدون جمهور فكل الأمور دي مركزين فيها بشكل كبير جدا الجانب طبعا الإدارة الخاص بمجلس إصدارة النادي الأهلي والفصل التام كالعادة لكل اللاعبين لعيبة النادي الأهلي بتلعب تحت أي ظرف الجو حر طبعا هنا درجة الحرارة بتصل لخمسة وتلاتين وستة وتلاتين لكن احنا يعني نروح الفنين للحمراء والأهلي بمن حضر كل الأمور دي شفناها على الأمر الواق شفناها طبعا على الأرض شفناها في كأس العالم غيابات كانت عديدة جدا ويمكن كمان كابتن هاني نفس الغيابات متواجدة فيها يعني عدد كبير ناردة لو بسكر الغيابات على رسوم الشناوي وليد سليمان بدر بنون عمار حمدي أكرم توفيق صلاح محسن أيمن أشرف بيرسي تاو عدد كبير جدا نقامات كبيرة جدا من لعيب النادي الآلي لكن إن شاء الله الحداشر المتواجدين يكونوا على قدر مسؤولية كالعادة ملايين من جمهور النادي الآلي بتنتظر مشاهدة هذه المباراة تشوف النادي الآلي في الانطلاق الجيدة الحاصلين على برونزية العالم فيارب إن شاء الله كل الأمور دي يكون في مصلحاتنا كابتن هاني إن شاء الله بإذن الله وأنا شايف يعني قدامنا الصورة تدريب جزء من تدريب النادي الآلي النهاردة على الاستاذ أرضية الاستاذ أعتقد أرضية جيدة جدا من خلال الصورة وده مهم جدا دي نقطة النقطة التانية برنامج النادي الآلي بكرة إيه إن شاء الله فرقتنا هيكون برنامجها إيه بكرة إحنا عارفين إن مغراء ستقام يعني في السلسة زهرا عايزين نعرف منك البرنامج ده جزئية والجزئية الأخرى كيف استعد على المستوى المعنوي انت عارف طبعا بعد وحصولنا على البرونزية كان كمان فيه شغل الجهاز الفني مش شغل فني بس لكن على إن احنا خلاص أفلنا الصفحة إن احنا دخلين على مبرأة مهمة جدا في بطولة أعتقد هي الأغلى للعيبة والجمهير النادي الآلي هي نقطة مهمة جدا الحقيقة كابتن طبعا والتجديد الدوافع والجانب النفس والمعنى وده مهم جدا والحقيقة الكل مميز فيه الحقيقة الجهاز الفني بالكامل كابتن سيد عبد الحفيز بيتسو مسماني الكبات فريق النادي الآلي لأن الفصل مهم جدا لعبتنا مميزة في هذا الأمر تقدر تفصل بين كل بطولة وبطولة عارفة أهمية البطولة عارفة عن إيه بطولة مباراة رايح جاي من مباراة واحدة ببطولة كل الأمور دي الحقيقة لعيبة النادي الآلي شغال عليها بشكل كبير جدا القامات المتواجدة أيضا كمان والجهاز الفني تجديد الدوافع والرغبة متجددة بشكل مستمر عند فريق النادي الآلي لكن الجالب المعنى ومهم جدا وبيتسو موسيماني مميز في هذا الأمر يجتمع باللعابين محاضراته كالعادة طبعا بيكون متوالة بيكلم بجانب فني مميز جدا لكن بيحاول تحفيز بشكل مستمر أهمية المباراة أهمية اللقاء انطلاقتنا تكون جيدة فهذا أمر مهم جدا بنتمنى إن شاء الله كل المردود ده يكون واصل لعيبة النادي الأهلي ونقدر في 90 ديان شاء الله نحقق نتيجة إيجابية تساعد النادي الأهلي في الحفاظ على البطولة إن شاء الله يكون للموسم الثالث على التوالي للأرضية الملعب الجوهراء الزرقاء طبعا الملعب يعني نقدر نقول تطوروه بشكل كبير جدا يا كابتن هاني عن ما كنا طبعا متواجدين في النصف القبل الماضية الأرض يعني مش نقدر نقول جيدة لكن تساعد بشكل كبير جدا النادي الأهلي يقدر إن شاء الله ينفذ الجمل التكتكية والتكتك لأن النهار ده طبعا قبل انطلاق للتدريب الأخير والوحيد لفريق النادي الأهلي على ملعب الجوهراء الزرقاء تفاقت بيت سموسيمانيا وكل اللعبين أرضية الملعب ما فيهاش يعني نقدر نقول ما فيهاش يعني فيهاش علي واطي يعني بلغة الكرة يا كابتن هاني لكن تقدر تقول إن شاء الله بإذن الله الباص هيكون كويس نجيلة مش عالية مش هتتعمل أي أكرم بات هو ده الأهم بالنسبة لنا كريم يبقى بس التوفيق ويبقى كمان هو ده الأهم إحنا دايما بالضبط يا كابتناني في بعض المشاكل في ملعب القرى الأفريقية إحنا عارفين بتسبب بعض المشاكل للإصابات وإحنا بصراحة مش نقصين إصابات لكن واضح إن المقبولة يعني الملعب قدامنا ملعب مقبولة ولكن يعني ينقصوا كمان شاشة كبيرة يعني واضح إنه لسه في مرحلة استكمال بالتأكيد بالتأكيد يا كابتناني يعني هما بيحاولوا طبعا أن هما يتوارون ملعب بشكل كبير ليناسب طبعا حجم مباراة البطولة الأفريقية لكن نادي الآلي تحت أي ظرف متواجد تحت أي جو متواجد الطقس المناخ فيه أمطار فيه طقس عالي حرارة عالية كل الأمور دي لعبة النادي الآلي متعودة على هذا الأمر والبطولة إن شاء الله بإذن الله كون مناصبنا وانطلقتنا كون جيدة هي بس اللي إحنا بنأمله إن شاء الله حالة اللعبين دخلنا في المباراة كل الأمور دي هتدينا انطباع لنهاردة يمكن شوفنا التدريب لا جدية وحماس وتركيز واضح لعبة النادي الآلي مركزة في شكل بيه جدا وإن شاء الله بإذن الله يعني المناخ الطيبة اللي احنا متواجدين فيه وتوفير مجلس إدارة طبعا كل الأمور الخاصة بفريق النادي الآلي إن شاء الله مردود هيكون في تسعين دقيقة وإذن الله إن شاء الله كريم بنشكرك شكرا جزيلا وطبعا كل التوفيق لفرقتنا بإذن الله وتحياتنا من هنا تحياتنا لطبعا فرقتنا وكلنا وراهم إن شاء الله تكون بداية للحضاش ريالي كريم بنشكرك شكرا جزيلا شكرا يا كريم أحمد أيزك برضو تقول البداية بداية مشوارنا في البطولة الأفريقية البطولة الأغلى لجمهير النادي الأهلي شايف المباراة يعني واختصار مباراة طبعا أمام فريق الهلال السوداني زي بك يعني مباراة مهمة جدا لأنها أول الأول اللي افتتاح بالنسبة لنا اللي افتتاح المشوار في دوري أبطال أفريقيا كل فرق لعبة مرش سابق معنا فمحتاجين إن إحنا ندخل بجدية خصوصا الملعب أي إن كان وضع الجماهير هو ملعب مش سهل صحيح الأجواء هتكون حرة اللعيبة اللعيبة جاية من فترات إرهاق وصفر متتالي أنا وصفت اللي حصل في كاس العامل الأندية بأنه ربا ضرات النافع لأنه إحنا كسبنا فريق كبير فعلا في كاس العامل الأندية تحت الفريق الأساسي أو تحت العناصر الأساسية المهمة فأعتقد من مباراة الهلال السوداني هتبروز التحسن ده أو لقدر الله لو حصل فيها تعادل أو تعصر إن شاء الله لعبة الأهلة تقدر تطلع منها في أسرع وطنق إن شاء الله عندنا سقة كبيرة كمان الحالة المعنوية جيدة جدا جدا رغم طبعا لسه في غيابات مؤثرة لكن زي ما بتتكلم الحالة المعنوية بشكل كبير جدا بتأثر بشكل إيجابي وأنا معاك إن شاء الله أول تلت ساعة تعدي على خير لأن أنا في اعتقاد هكون فيه هجوم شرس من فريق الإله لكن إحنا قادرين ولعبة النادي الأهلي أثبتت دوت أثبت ده من خلال كاس العالم للأندين اللي عايز أقول لك إن يمكن كان أقصر متفائلين من جماهير النادي الأهلي بنقول بس إحنا نعدي المباراة الأولى أو يعني ما تنزمش فيها هزيمة كبيرة ولكن لا يعني وما ده اللي بقوله حرارتك إحنا كسبنا تيم كامل لما تطمن على كل البودلاء بتوعك في مباراة بالحجم ده فمعنى كان أنت بتكسب تيم كامل أنت بتكسبش بس مجرد بودلة أنت بتكسب تيم كامل يعني إحنا لما كان لما أكرم توفيق بقى له حوالي 6 أو 7 شهور من ساعة مرش الترجي التونسي في قياب قبل نهاي دورة أبطال أوروبا أو أفريقيا السنة اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا وبقى الظاهر الأيمن الأساسي للمنتخب كلنا من قلة ما شفنا محمد هاني في الظاهر الأيمن بدأنا نقلق ولكن لما محمد هاني بقى عنصر من عناصر القوة بتاعتك في كاس العام الأندية هو لسه نازل ده معناه إن اللعبة دي كلها بلا استثناء على قريبة جدا في المستوى من بعضها بتتلقى نفس التمرين عندها نفس الروح المعنوية العالية ما فيش حد معلش بينزل شايل من زميله اللي قابله ولا هو كله بيركز أن يؤدي أفضل مهمة بالنسباله اللي قاعد زي اللي نازل وده اللي تأكدنا منه لما بيلعب لك الباك اليمين التالت زي كريم فؤاد قدام مونتيري المكسيكي وينزل شوت تاني كامل يعمل أداء ممتاز جدا 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 مع أنه هو يعني ده ما يريده طالب بمشاركات أكثر ليه في الدوري وينزل قدام فريق بحجم مونتيري المكسيكي حتى بغض النظر عن الحالة الفنية باتكلم حدثك عن الحالة البدنية لكل اللعبة محمد مغربي نزل كان مهجوز شوية في بداية المباراة ولكن لما ينزل يبقى على الأقل قادر يلعب التسعين دقيقة أو الوقت اللي نزلوا في الماتش قادر يلعبوا فتو بيجاري لعيبة مكسيكية وأرجنتينية من أعلى المستوات في العالم ويقدر يعمل ده فأعتقد أن احنا كسيبنا تيم كامل في كاسة عام الأمدية لو ربنا وفنا إن شاء الله بكرة وبنينا على النقطة دي بانتصار كويس كمان أعتقد أن احنا ماشيين في سكة حالة معنوية ممتازة للأهل هتخلى إن شاء الله 11 سهل إن شاء الله طبعا بقيت كلامك جدا وكمان بيتس المسلماني قال خلاص أنا عندي فرقة أي أن كانت الأسماء وكلهم محترفين وكلهم على مستوى احترافي كبير جدا إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النادي الأهلي بكرة إن شاء الله في أول خطوة للحضاشر يا أهلي بإذن الله طيب قبل ما أتكلم معك بالتفصيل عن المباريات تعالى أنا وأنت والسيدة المشاهدين نشوف نتائج مباريات بطولة أبطال أوروبا اللي أقومت طبعا يوم الثلاثة ويوم الأربع وطبعا هما كانوا أربع مباريات طبعا أهم النتائج طبعا سبورت إنجليش بوناب بيخسر على أرضه أمام المين سيتي بخماسية نظيفة بيتس جي بيفوز بصعوبة على ريال مدريد واحد سفر في أداية الأخيرة والمفاجأة على كل المحاور سالس بورد طبعا ريد بول بيتعادل مع البايرن أو نقدر نقول البايرن بيتعادل مع سالس بورد واحد واحد وليبر بول بقيادة نجمينة المتقلق محمد صلاح بيفوز على إنتر في الميلان 2-0 زي ما أنت قلت ما فيش كلها نتائج متوقعة معادة نتيجة طبعا البايرن حنيجي المباراة البايرن لكن خلينا نتكلم الأول على مباراة كبيرة مباراة الإنتر وليبر بول طبعا كانت مباراة يعني اللي عايز يشبع تكتيك وعايز يشبع كورة وعايز يشبع أداءات فردية ممتازة وعايز يشبع يعني صراعات مدربين كان يدخل الماتش ده كده هادي ورايق هيشوف 90 دقيقة فعلا من أروع ما أنتج في الكرة الأوروبية السنية دي على الألال في الموسم ده ليه لأنه يعني شفنا الإنتر في ثوب قوي جدا 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 غير مختلف في فرق يا كابتن أنت تحضر مباراةك صح فتلعب ماتش صح جدا للأسف أنا يعني هو نقصه التوفيق يعني للأسف بلغة الإنترست يعني المشجعين إنتر ميلا ولغة سيموني إنزاجي لما تقوم حضر ماتش قدام تقريبا أصعب فريق أو أكتر فريق معقد في أوروبا أو أكتر خط هجوم معقد في أوروبا وتلعب الماتش ده بالاتزان ده وكل دقيقتين بيحملوا بالنسبة لك فرصة خطرة للتسجيل وتبقى بس واقف على كواليتي اللعيبة ممكن أو على التوفيق وبتلعب مين كمان وبتلعب مين بتلعب فريق كبير زي ليفر بول ما أنا بقول لحرارتك أعقد خطه هجوم أعقد فريق ممكن تلعب وحتى سيموني إنزاجي قبل الماتش أنا لو بتمنى أي فريق من الـ 14 فريق اللي غيرنا وغير ليفر بول مش هتمنى ليفر بول يعني الآخر فريق كنت تتمنى ومع ذلك بإنتر ميلا اللعب الماتش بزكاء كبير جدا 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 كان ينقصه التوفيق في اللمسة الأخيرة وتوفيق جيكو ولكن زي ما احنا بنقول أحنا كرة القدم بتكون يعني مش ظالمة بس أحنا يعني 90 دقيقة يفرقه في تقييم الجماهير وتقييم النقاط يعني إيدن جيكو اللي كان البديل الأمسل للكاكو العبقرية بتاعت إنتر ميلا اللي جايب 14 جون لحد دلوقتي مع إنه ما جاش مع إنه ما تدفعش فيه فلوس ولكاكو بيعاني مع تشلسي وبيقدمش المستوى المنتظر منه يعني في 90 دقيقة كله بقى بيقول العكس تماما كله بقول يا لو كاكو كان موجود يعني يا ريت كان لو كاكو موجود فده ده 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 متعة كرة القدم على مستوى المدربين يعني على مستوى مدربين سيموني إنزاجي دخل ماش أنا أنا شفت يعني الضغط المتوسط في التلت الأوسط من الملعب والشراسة في الافتكاك بالذات مبارح كان أرتروفي ده الممائز جدا في الافتكاكات والتحول بسرعة جدا من بعدين حتى لما أليكسي سانشيز والزيكو لما بقوا يعني في التحولات بالذات في الشروط التاني كانوا خطرين جدا على مرمى ليفربول ولكن يورجين كلوب عرف يعني أنا حسيت أنه هو يعني لما حس بخطورة إنتر ميلا في الشروط الأول يعني رسم الشروط التاني وقطيا وعرف يعمل بالزبط اللي هو عايزه فعندما جات الدقيقة 65-70 وشال جوتا ودفع بورقة روبيرتو فرمينو بعض الناس كانت تنتقد أثناء المباراة يعني بعض الناس أثناء المباراة يعني جوتا موفق جدا وبيجيب براسه بيمينو بشماله أهدفه التلت التلت على العكس على العكس فرمينو ما هدفش كتير السنة دي ولكن هو كان محتاج لعيب في الوقت ده ييجي بقى في الحتة اللي هو التلت الأوسط الانتر ميلا بيكسف الضغط فيه ويطلع منه دياز وصلاح يلعبوا بقى قريب جدا لمنطقة الجزاء ده مردوده كان هدفين في حوالي 20 دقيقة يعني هو ده تدخلات المدرد في المنشطة الصعبة ليفربول ما قدمش المنشط اللي كان مثلا فيه يعني إعصار الهجوم المنتظر منه ولكن لما احتاج عناصره المهمة في منطقة الجزاء لقى في المينو محمد صلاح وطبعا محمد صلاح يعني هنتكلم على محمد صلاح بقصير لأن طبعا محمد صلاح هنتكلم عليه بالله إن كان محمد صلاح متباين الأداء ولكن يبقى النجم يعني هو اللي بيخلص المباراة زي ما بيقوله ليفربول طبعا الإحصائية قدامنا طبعا 2-0 للصالح ليفربول الفرص ما فيش فرص كتيرة يعني أربعة ليفربول قدر من الأربع فرص يحرز هدفين طبعا الإنتر عنده خمس فرص لم يحرز منها أي هدف هدف المتوقع كانت اللي صالح ليفربول 1.2 مقابل 0.7 للإنتر النسبة لإستحواز كانت تقريبا قريبة 51 ليفربول 49 الإنتر التمريرات نسبتها الصحيحة 86% ليفربول 80% إنتر تصوبات على المرمى 11 ليفربول منها 2 ما بين القائمة العرضة وإنتر 8 تصوبات ما فيش ولا تصوبات ما بين القائمة العرضة العرضيات 8 ليفربول 13 إنتر الركنيات 7-7 أرقام متقربة لحد كبير جدا ولكن زي ما أنت بتقول على مستوى المباراة كان فيه تفوق واضح على مستوى الأداء على مستوى خلق الفرص يعني نفسا زي ما احنا شايفين نسبة التمريرات لو ليفربول مرر 589 كورة وإنتر ميلا مرر 507 فإحنا يعني السياق الماتش اللي هيعرفنا أن إنتر ميلا ما كانش مهتم باستحواز الكورة في رجله قد ما كانت كل التمريرات دي خطيرة والقدام وبني هجمات وفيها ارتدادات سريعة جدا ومشاكل على تفع ليفربول اللي كان فعلا مبارح فيرجل فندايك أدى مباراة من أعظم المباراة اللي أدى فندايك يعني خد أعلى ريد في المباراة من أفضل المباراة ومن الحاجات اللي باين لك بقى ده ليه أفضل مدافع في العالم يعني لو أنت استو بقى بالسنائيات والاحتكاكات والقرارات يعني ماركوز ماركوز في كورة لو ترك كان واحد لواحد عليه بمجرد بس الترحيل البسيط كده خلى الهجمة بازت يعني خلى الهجمة بازت دي بالضبط خبرة فيرجل فندايك في السنائيات ليفربول عرف ياخد اللي هو عايزه من المتش وحيانا التوفيق بيخدمك لما تأخذ مباراة صعب وتستحمل الضغط عليك طبعا ولما تملك نجوم بحجم محمد صلاح وفيرمينو وساديو مانيه برضو ده بيكون وجوتها كل نجوم ليفربول بيكون لهم كلمة الحسم في الأمطار الأخير لو كان فيه لمسة أخيرة عند جيكو في المتش ده كان إيه اللي نقص الانتر عشان يفوز يعني الانتر خلق فرص حتى على مستوى بناء الهجمات ما كانش فيه خوف يعني رغم الضغط العالي اللي كان بيعمله ليفربول من التلتل قداماني لكن كان بيقدر يخرج بالكورة عشان يعمل هجمة يعني نظامية بمعنى صح ولكن كان عنده كمان سرعات في الـ ليه ما قدرش يحرز هذا لأنه شئنا أمقابينا تقدم عمر إدن جيكو طبعا الطريق اللي أعبقى سيمون إنزاجي كانت قائمة أن جيكو ما يبقاش موجود في المنطقة الجزاء قوة جيكو موجود في المنطقة الجزاء هي التحولات بتقوم على جيكو بلعبه 3-5-2 بلعبه 3-5-2 بس جيكو كان بيسقط أكتر يستلم الكورة ويدي كور مباشرة في العمق اللي أوتاره بالزبط جيكو أقدم مباراة كبيرة جدا بس كان كل ما بيوصل لقربة 18 يما بيوصل قطع مسافة كبيرة ما بقتش بتساعده حالته البدنية إنه هو يفنش في الوقت ده فيه كورة في الشوط التاني بالذات كان الخيار الأول اللي تجيكو دايما إنه يشوف بشماله هو باصة تحت مستني مستني لأوتاره ييجي فأهضر فرصة كانت محققة جدا لو مستلمها بقى في الثامنطاشر هيكون عنده اختارات كتيرة وجايب نفسه أكتر بلغة الكورة يقدر يشوف بشماله المرمى مفتوح قدامه مش مهتمة أنه يخلص منها وخلاص هي دي النقطة بس إنتر ميلا برضو افتقد أهم شيء افتقدوا إنتر ميلا بصراحة التوفيق يا كب إنه ما كانش موفق يعني إنتر ميلا ما كانش موفق كل الكور اللي كان فيها يعني احتمال إنه يبقى أهداف محققة بيسقط في اللمسة الأخيرة أو قبل الأخيرة واجه خط تفاع بالذات مبارح كمان كونتية عمل مباراة ممتازة جدا بس فيرجل فاندايك بصراحة مبارح يعني الماتش ده لو طلع زيرو جول بالنسبة ليفربول أو طلع بكلينشيت فمن أهم الأذاب هي فيرجل فاندايك صحيح كمان على مستوى الإدارة الفنية يوجن كلوب أدار المباراة بشكل يمكن البداية بعض الناس يعني كان فيه شوية عدم احترام للإنتر وكان فيه شكل هجومي أكتر لكن التعديل اللي حصل تقريبا في الداية 60 كمان رجع ليفربول للمباراة بشكل أكتر من رائع وفاز 2-0 وده المهم يوجن كلوب كان سعيد جدا بالمباراة وكان عارف أهمية هذه المباراة وصعوبة هذه المباراة من خلال المؤتمر الصحفي تعالوا مع حضراتكم نشوف يوجن كلوب المدير الفني لليفربول بعد الفوز المهم جدا على الإنتر 2-0 لا يزال الوضع خطيرا إنه مجرد الشوط الأول هكذا هو الحال في مراحل خروج المغلوب تتعلم الكثير عن خصمك تقوم بالتحليل دون أن تلعب ثم يمكنك بعد ذلك إجراء تحليل من خلال اللعب يعرف الفريقان الكثير الآن عن بعضهما البعض لذلك لا نشعر بأننا قطعنا نصف الطريق سيكون الأمر صعبا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك لكنني لم أعتقد أننا لعبنا بطريقة مماثلة لكنهم قدموا أداء جيدا لعبوا بشكل مختلف بالنسبة لنا كان هناك الكثير من الأشياء المختلفة كانوا جيدين جدا ولهذا السبب أنه الشوط الأول تقدم بهدفين لو كان الشوط الأول مناسبا فأنا لا أقول للاعبي أنه تم إنجاز مهمة يمكنكم أن تستريحوا هذه نتيجة صعبة للغاية ولماذا يجب أن نفكر في النتيجة بشكل مختلف الآن اللاعبون الذين دخلوا في الشوط الثاني كان لهم تأثير مناسب الثلاثة كانوا حقا جيدين سجل فيرمينيو ومن هناك سيطرنا على المباراة وسجلنا هدفا ثانيا مرة أخرى بعد ركلة ثابتة لذا إنه الشوط الأول لا أكثر ولا أقل لا أكثر ولا أقل يورجن كلوب بيقول أنه لسه لسه طبعا ما أنهناش المهمة لسه المهمة صعبة وبيتكلم على حتى التقدم 2-0 ما يعتبرش لسه يعني استكمال للمشوار شايف الكلام ده إزاي هو يعني طبعا كلام ممكن هو مش هو ده اللي في قلبه قوي بس هو لازم يطلع أول كده عشان لعبة ما تترخش خصوصا بعد تسهيل يعني نسبيا مهم يعني تغيير التاريخي في القانون إن الغاء رايق فيه كنت لسه أسألك لا أنا شايف إن ده نحو كرة قدم أكثر عادلا يعني أو أكثر فرصا للفرقتين أنا لما بلعب في أجواء يعني مشحونة جدا ومجرد بس إن فريق يشحين للجو وفي المدرجات وفقد حصوصي مع أن أنا أفضل في الملعب ممكن بقيت يشحينه بأي طريقة يعني ممكن حد يشحنه يرمي حاجة في الملعب ممكن يعرض اللعيبة للأذى ممكن احتكاكات مبالغ فيها المدربين بتقول على اللعيبة عليها تتوتر الفريق المنافس بس فكده يعني ده كرة قدم بيور إنزل ولعب وكسب بجون واثنين والجمور لدوره بس ما يبقاش أنا كاسبان ثلاثة واحد مثلا في ملعبي وانزل هناك قدم فريق أضعف مني كراويا بكتير يضغطني جدا برا الكورة بحاجات ملاش دعو بالكورة ممكن بتصريحات ممكن بتعصب زايد عن اللازم أعتقد دي من الحاجات الموفقة جدا اللي اتخذت في الفترة الأخيرة من الإدارة الهدية سواء في الوفا أو في الفيفا طيب في حزوز للإنتر في مباراة العودة أنا ما توقعش يعني أنا ميال أكتر أن الليفربول ينزل من بدري خلص لأنه خلاص هو الليفربول انتر ميلان عارف يلعب بتكتل كويس جدا في منطقته ما كانش فيه مساحات كتيرة غصب عنه مش عارف يعمل ده الطبيعي بقى الريت ما هيكون أسرع في ملعب أنفلد الليفربول إلا لو اللعابة نزلت متراخية وظن أن 2-0 دي خلصان وما أعتقدش إذا بيحصل ما أعتقدش لأن فيه تأهيل نفسي وفيه تأهيل سيكولوجي بشكل عام لعبة كبيرة بالضبط فما أعتقدش لأن انتر ميلان اكتفى بالتمثيل المشرف في مباراة الزهام بتهيئ لها طيب تعال أنا وإنت أو أستاذ المشاهدين نشوف سيموني إنزاجي المدير الفني طبعا للإنتر قال إيه بعد الهزيمة من ليفربول 2-0 كانت هذه مباراة رائعة يجب أن نشعر بالفخر لقد لعبنا ضد أحد أقوى فريقين في أوروبا خلال 75 دقيقة كنا نستحق الفوز بالمباراة للأسف لم ننل المكافأة بالأهداف كانت تفاصيل وسنتمترات قليلة حصلوا من خلالها على المكافأة لكن يجب أن أهنئ فريقي أنا فخور بهم وفخور بمشجعين الذين قدموا لنا دعمهم حتى النهاية أتمنى مباراة الإياب أن تكون مثل هذه لكن بنتيجة مختلفة أعتقد أنه بالنظر إلى مستوى منافسين فقد لعبنا أفضل مباراة هذا الموسم لنكون صادقين لقد لعبنا بشكل جيد للغاية لكن لحسن الحظ لا يتعين عليك مواجهة ليفربول كثيرا لكن ليفربول فورتونا تماني تلوشين كونترا بوكيبوكا غواب تعبير دقيق هو قال الموضوع فرق في سنتمترات قليلة هو الجونين جون في سنتمترات قليلة وده الفرق الكوالت اللي كنا بنتكلم عليه سواء فرمينو حتى الجون بتاع فرمينو في منتصر صعب جدا صعب جدا لعيبي الكرى اللي يجيب الجون ده يعني يعرف أنه متضرب عليه ألف مرة إما هو من هو طفل بيجيب إما والدته بتدعيله لغاية الوقت ما بتروحش في الحتة دي لا صعب لا إنه أولا الوضع المعقدة وأنا بجري كده هي الحاجة الوحيدة فعلا أن أنا زحلها على مؤخرة رأس عشان تيجي بالزبط وتروح في الحتة دي صعبة جدا بس هو عمل أسأل يعني أعلى حاجة يقدر يعملها أفضل مسدد بالرأس إن أنا في الوقت ده وأنا بجري في الارتفاع ده والمدافعين طول مني كلهم أنا بمايل بس بزحلها على رأس تخبط تروح بس هتروح صح فاللي في رمينه عمله يعني هو ده فعلا فرق الكواليتي محمد صلاح الجوني اللي جايبه ورغم أنه كان فيه توفيق كبير جدا برضو أنها ترتطم بسكرينيار أعتقد في طريقها للشبكة بس إن أنا روح بوضعي الجسم دي وفكر أنها تتحط في آخر البعيدة فهو راسم في دماغه إيه اللي يثبت هندانوفيتش يعني إيه اللي يخليه واقف مكانه بالضبط مي لا يتحركي منه لأن الزوال دي هو قفلة لأنه مذاكر صلاح كويس صلاح العادي إن أنا لعيباش ولا حطاف دي ميتة بالنسبة ولكن أنا روح حطاف اللي هناك ده اللي صعب جدا هو ده اللي يقولك أنك ولت اللعيبة فعلا فرقت في المرشد عايزة أكلمك وأنا كنت أتكلم معك بره يمكن قبل ما نخش على محمد صلاح وده قيمة النجم يمكن حاجتين هتكلم على النواحي الفنية يمكن كان محمد صلاح على المستوى البدني كان فيه ملاحظة أنه يعني منهج بدنيا لكن قيمة محمد صلاح الفنية كمان أنه بالرغم أنه ممكن يكون بدنيا مرهق شوية ما بيقديش بأحسن أداء ولكن يأتي في النهاية الفرصة بجول ودي تيجي قيمة النجم الكبير قيمة عالمية ما في الشك بالضبط أكد محمد صلاح دخل في مود ميسيو كريستيانو خلاص يعني المود اللي هو في أسوأ حالاتي أسجن في أفضل حالاتهم حاليا محمد صلاح يعني فعلا كورة معدل لتن دلوقتي يعني وده مش شيء بنتكلم به تحيوزا كمصريين معظمنا يا ريال مدريديين يا برشلونيين بس لا يعني الواقع بيقول العالم بيقول أن محمد صلاح دلوقتي يا أفضل يا تاني أفضل يعني تالت أفضل لها في العالم الفيفا دات له تالت أفضل لها في العالم فحنا بنتكلم في واقع حقيقي غير كده كابتل لو بصت لإجمالي لمسات محمد صلاح أبصت لها مثلا نماتش ده مثلا تقدر تتصنفه النماتش مش عايزين نشوف الأرقام يا رجال لو معنا الأرقام محمد صلاح برضا عشان نتكلم عليها بالتفصيل زي ما بنقول محمد صلاح نجم كبير نجم عالمي رغم أنه هو على مستوى المباراة لم يؤدي بالشكل المناسب ولكن يبقى محمد صلاح يمكن نجم من الجوم الكبار ونجم المباراة لأنه أحرز هدف كمان هدف مهم جدا الهدف الثاني طبعا الأرقام بيكلم طبعا صناعة الفرص واحد جاب هدف تصويب على المرمى اتنين ما بينهم واحدة ما بين القائم والعارضة مرواقات ستة منهم أربعة صحيحة زي ما أنت بتقول أرقام قليلة مش أفضل حاجة يقدمها صحيح ولكن المهم بقى أن محمد صلاح زي ما قلت لحارتك وصل لمرحلة عارف الكليشي بتاع الأرقام تطارده أنه فعلا أول مجرد منجيب جون في إنترميل أنت بص تلاقي التاريخي تفتح على مصراعيه زي ما بيقوله فإحنا بقى عندنا آخر تمام اتشاط جاب عشر تجوان وصل للهدف 149 مع ليفر بول 30 هدف 51 متش أوروبي مع ليفر بول بتتكلم أنه الرقم اللي فعلا رقم زودة لالة كبيرة جدا اللي كل إنجلترا بتتكلم عليه أن محمد صلاح قدامه أربع أهداف ويكون أفضل مسجل في النادي إنجليزي في تاريخ دورة أبطال أوروبا ده رقم يعني ده رقم يعني فيه رقم بتبقى معلبة كده جاهزة عشان الناس تسود الصفحات البيضة زي ما بنقول أو تكتب ولكن ده رقم يا جماعة تاريخي لأنه لما بتتكلم أنه سرخ وأجوره الهدف التاريخي اللي أندي إنجليزي في دورة أبطال أوروبا جايب 36 جون في 64 متش محمد صلاح بجيب 32 جون في 51 متش فأنت بتتكلم في أرقام مرعبة بالمعنى الحرفي لكلمة مرعبة أرقام تدل أن محمد صلاح ماشي في سكة كبيرة جدا يكون من اللعبة اللي لا تنسى عبر التاريخ مش مجرد في زمنه لا يعني محمد صلاح تصريحات جيمي كراجر أحد أساطير ليفربول بعد المتش لو بنقرأها عن لاعب أفريقي مثلا أنا أحس بالفخر مجرد أنه لاعب أفريقي أو لاعب محبوب أنا أحس بالفخر فلو لاعب مصري أشعر بميت فخر لأنه محمد صلاح لما يتقال أنه هيبقى موجود جنب جيرارد وده انجليش وإيان راش وهو واحد من أفضل من عانق قميس ليفربول في التاريخ وهو واحد من أفضل من مثله الأمديال الإنجليزية في التاريخ والأرقام تقول ذلك لو قاعد أو بقي لو قاعد أو مش لما تصل على الكران ده من جيمي كراجر يعني بتبص تلاقي الحالة فهلا وإيه اللي عمل ده كله مجرد هدف من محمد صلاح في إنتر ميلا في مباراة ما كانش موفق فيها يعني ما كانش بيقدم أفضل مستويات فهنا الليفل الليعي بيتحول فيه من إيه من ستار لميجا ستار ميجا ستار بس يعني ميجا ستار هنا خلاص إنه كل ما بجيب هدف وده نتيجة بقى الجهد يعني لما حمد صلاح بيرجع كده فلاش بقى بذكريات وكلها ويفتكر كل بقى مصوار كان بيطلعه من قريته يوصل بها نادي المقاولين وبعدين إصراره نروح بازل ومن بازل إصراره نفضل موجود كل الماتشاط ولعب ويوفق في الماتشاط هي دي اللحظات اللي بيجني فيها حاصات كل اللي زارعوا قبل كده فيعني إمبارح وانا بطلع الأرقام والكلام والأغلفة اللي بيتصدرها محمد صلاح لمجرد هدف سجل في نهاية مبارف دورة أبطال أوروبا أنا حسيت فعلا بفخر جديد جدا كمصري والريومرز عموما اللي طلع بسبب حتى حتى في موضوع تجديد عقده يعني حتى في موضوع تجديد عقده يا كابتن تبص على طريقة الكلام اللي بتكلموا فيها عن التأثير بتاع محمد صلاح في الكرة الإنجليزية في ليفر بول في شكل التسويق ليفر بول فهتبص تلاقي نفسك قدام ظاهرة يعني نتمنى كان فيه رقم قريته والإسبوع اللي فات ما عرفش صحه لا بيقولك ليفر بول يمكن كان فيه رقم 70 مليون باوند في خلال سنة تشيرتات محمد صلاح بس بيع تشيرتات محمد صلاح خلال عام هو كان 70 مليون باوند يعني جنيس سترليني ده رقم كبير جدا وعلى مستوى الأرقام محمد صلاح يعني بيقصر أرقام يمكن كمان بقى دلوقتي في المركز التالت في خلال 50 مباراة في التشاملز ليج بيجيب 33 جون اللي سبقوا بس رونالدو وليفا فان شاء الله خلال الفترات اللي جاي لا محمد صلاح ممكن يحقق أرقام مزهلة موضوع الاتشيرت ده أرقام رقم حقيقي فعلا هو رابع أعلى مبيعات تشيرتات في العالم السنة اللي فاتت لما نبصل الرقم ده ببقى موراء الرقم أهم من الرقم لما نبصل الرقم ده في ضوء خلينا نقوله العنصرية احنا ضد العرب ضد لعب العرب في أوروبا فبصت لقى الرقم ده كمان مزهل انه كمان مش في انجلترا ده في العالم من أعلى مبيعات تشيرتات كنت بقرأ تقرير لكاتب إنجليزمو ريتشارد جارنت على ليفربول إيكو اللي هو الموقع الجماهير الأول للنادي ليفربول المعترف به جماريا وحيال ليفربول بيجري به حوارات لو مبابي دخل بقى في معادلة تعقد ليفربول صلاح ممكن يبقى ليه تسكيلات أكتر وننتقل لبي اس جي أو للال مدريد أو أي حاجة هبتكلم أنه فيه أربع لعيبة في العالم فقط ممكن أنه هم يتحطوا قدام بعض في ميزان من الناحة التسويقية كريستيانو ورونالدو ونمارو مبابي وحط اسم محمد صلاح معاه فلما بصت بص الناحة التسويقات دي كلها هو بيتكلم على ترسيره كأكتر لعيب ليه شعبية بين العرب وأكتر لعيب ليه شعبية بين الأفارقة وأكتر لعيب ليه شعبية في إنجلترا وأكتر لعيب ليه شعبية في ليفربول فأنت بتتكلم في سوشيال إمباكت عالمي تأثير بشكل كبير جدا هو ده هي دي القيمة اللي وصلها محمد صلاح اللي تخليه فعلا يعني متخطي بقى حدود أفضل لعب في مصر أفضل لعب لأ احنا عدنا كل ده يعني عدنا كل ده خلاص ورايحين اللي مشورة للوحش زي ما بقوله محمد صلاح طبعا نجم كبير وزي ما بقول لحضراتك يكفي فخره وعايزين تمنة عمل من الجزئية ديت أه يعني محدش بيقولك ما تنتقدش ولكن اقبر النجم بتاعك وقب جنب النجم بتاعك أنا عاشت في ألمانيا وكانوا بلغة الكرة كده بيلماعوا النجوم يعني بتتكلم على نجوم كبار جدا في ألمانيا لكن الانتقادات مش هقولك ما تنتقدش ولكن حاول يعني حاول تأدر قيمة محمد صلاح الحقيقة ما تقولش الناس ده ما بتيجي بتقولك والله لا ده بره بيأدروني أحسن من مصر أو أحسن من بلدنا كلام ده لازم يتغير محمد صلاح قيمة كبيرة جدا 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 على مستوى العالم محمد صلاح واحد طالع من عندنا طالع من بلدنا من طرابنا من مصر لازم يكون فخرين به جدا 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 أنا برضو تاني بقول آه ممكن انتقد ولكن انتقد ولكن بقيمة محمد صلاح لا يعني ما قص من قيمة هذا النجم الكبير شفنا مبارح في المباراة واحد من جماهير الانتر رافع رأي كبيرة مكتوب محمد صلاح يعني حلم حياته انه ياخد التشيرت بتاع محمد صلاح ده قيمة كبيرة جدا شفنا يعني مقاطع من الفيديو منتشرة ازاي جماهير الليبربول قبل المباراة بتغني في الهاوي والطرق هناك في ايطاليا بتغني اغنية محمد صلاح مو صلاح مو صلاح يعني قيمة النجم الكبير ومحمد صلاح صورة مشرفة لاي مصري واي عربي واي افريقي ربنا يكرمك محمد صلاح ان شاء الله بكل خير وهنطلع لفاصل سريع ولسه لينا حواديث مع دوري ابطال اوروبا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مرة تانية احمد خلصنا ليبربول واعتقد خلاص يعني الامور اتحسمت لصالح ليبربول لكن كان فيه مباراة كبيرة تانية مباراة كبيرة جدا جدا على مستوى بعض الناس سموها نهائي مبكر ما بين طبعا البيس جي وريال مدريد طبعا كان مباراة مهمة جدا وزي ما بنقول ما وراء الرقم فيه ما وراء المباراة يعني المباراة ده كان وراء حاجات كتيرة اولا انه بوشتينو بيعود لمنازلة فريق اسباني بعد ما خرج من الليجة ويكون الفريق ده ريال مدريد ميسي بيرجع تاني لعب بريال مدريد بعد ما ظن جماهي ريال مدريد انه مستريح منه بيرجع يكمل عود اتنين مر على المتشب الزبط وجود مبابيل هي لعب السنة الجاية غالبا او فيه يعني تقارير بلغة القوة قبل المتش بدقائي كان فيه اجتماع بين النصر الخليفي وفيدورنتينو بريز عشان حاسم ملف في صفقته بشكل كامل وهو نادي عمره طبعا ده المدريد ونجم عمره كريستيانو رونالدو وبيحب يتضرب تحت زدان فكل ده كان ده المتش ده بالذات طابع تاني مختلف وهيدي متش البرنابيه في مارس قبل ما خرج في المتش كنت بتكلم في الانترو على الرقم الخرافي اللي اتعرض على مبابيه خلال سنتين من باريس سان جرمان واتكلمت طبعا عن حلم حياته اللعب للريال لكن كمان دخول الليبر بول في المنظومة يعني انت شايف شايف انتقال مبابيه ازاي في الفترة اللي جاء يعني طبعا احنا في الوقت الحاسم اللي هتتحدد فيه عاجات كتيرة جدا في موضوع انت فيه لان باريس سان جرمان على الاقل عايز يجدد عقده يعني على الاقل الهدف ان انا امضي معاك سنة مثلا او سنتين علشان على الاقل ما يخرجش فري يعني ممكن تبقى دي بوابة من خلالها هجيب بقى منه فلوس يعني يتم تاسم ما يبقاش عندي مبابيه ما يتسهلش خروج بفلوس يعني جايبه حتى بتمانين وهو صغير في موناكو كان بتمانين مليون يورو فاعتقد انه احنا في الوقت الحاسم لما كان قبل المتش ده قبل الجلسة التي وصفت بالمتوترة بين بين بيريزو والخليفي اعتقد كانت كل المشهد كله كان ماشي في سكة خلاص حسم ملف الصفقة لصالح ريال مدريد ولكن من بعدها وتبص تلاقي كل الاخبار بقى اللي بدأت تتنشر دخلت اسم ليفر بول في جملة مفيدة او موضوع لبرون جيمس والشركة الرعية اللي عايزة تسهل ضم امبابي لليفر بول او وضعه بقى خلاص على التقاولة قدام محمد صلاح كان يجمين ممكن تحصل ما بينهم حاجة اشبه بصفقة تابدولية خصوصا الاتنين عدوهم بنتي بنهاية الموسم كل ده نوع من انواع التضخيم في صفقة هي فعلا في مراحلها الحاسمة وجيت نظر انا انه رغبة اللاعب بالانضمام لليل مدريد هتحسن كل حاجة ولكن لما الخليفي بالذات الخليفي بكل المستثمرين العرب بيحط دماغهم ويقعد او يجيب بيتطرح ارقام خرفية فهيحصل جو كده مخابراتي غريب انه يجيلوا بقى في باخيرة جنبه في الاجازة ويعرض عليه طيارات خاصة ويعرض عليه سلاسل فندقية ويعرض عليه حاجات تزاغل العنق اي لعب كورة وما يتوافقش بالعرض في انتكت زي السنة جايت في عم 222 مليون يورو كاش وتتجفر شنط يعني مش ممكن المنظر اللي خليفي ممكن يدخل فيه في العناد انه بس عشان ما يتقلش انه ريال مادريد او بريز نجح انه يلوي دراع موضوع مادريد اه ياخد من بريستان جرماندي دي ده الخط العريق ده دايق جدا اعتقد انه يعني الخليفة بالرقم اللي تراحته الاندبندنت قبل كام ساعة المليون يورو استرليني اسبوعين ده خلاص بتتكلم فخلاص هيعدي كل لفيلات الكورة خلاص معدش فيه رواتب لا في الصين ولا في خليج ولا في امريكا بتعطى ان تجد مليون يورو في الاسبوع اعتقد ده لو تحط على الطاولة فعلا قدام مبابي وكمان بجانب بجانب ان العرض مش طويل يعني يعني ممكن تمدي بالعرض ده لمدة سنة او سنة بالضبط وهيخلص ده وعنده 23 سنة وعنده 25 سنة ممكن يروح بعد كده لسه الحياة كلها قدام يعني زي محمد صحتي الوقت 29 سنة وبيتتفقد على اعلى عقد لي انت بقى كام سنة هتبقى معاك غير غير عقود الرئالي معاك بالفعل دلوقتي معاك نايكي ومعاك كل الشركات التقيلة فاعتقد انه لو تحطلت المليون يورو اسبوعيا دي لو فعلا التقارير ده حقيقية اعتقد ده بقى فعلا اللي هتقش اللي هتقش كل حاجة طيب تعال نشوف ارقام من بابي طبعا في مبارات امامه امام ريال مدريد طبعا يعني طبعا خمسة تسعين دية جاب هدف صنع خمس فرص صبعا مرمى سبعة ما بينهم اربعة ما بين القام العرضة مرواقات سبتاشر منهم سبتاشر صحيحة رقم ارقام جيدة ولكن خلينا نتكلم انت شفت المباراة وشفت دي تأثير على باريس سان جرمان والفوز بهذه المباراة طبعا انشلوت بعد الماتش قال ده اللي عيب اللي احنا ما نعرفش يعني ده فعلا النموذج اللي يسموه ما نعرفش غير قبل الاقاف هو ده فعلا كان غير قبل الاقاف باريس سان جرمان لعب ماتش عظيم جدا من اقوى ماتشب باريس سان جرمان اللي شفتها في حياتي واحنا مش محتاجين كأناس متخصصة في الكرة ان احنا نشوف ماتش يخلص سبعين صفر علشان نقول ان ده افضل ماتش لأ لما تلاعب من تجسيم فرصة واحدة اي نعم المدريد تأثر بفقدان كريم بنزيمة وده معطها ما ينفعش نغفله لانه فقط كريم بنزيمة قبل المنش ده نزل على المنش ده بس فما كانش جاهز بشكل كبير وان كان شكل خطه جمع المدريد حتى في اضعف حلاب بنزيمة اقوى بكتير من اللي ظهر به مثلا قدام فيا ريال قبلها بأسابيع ولكن قبلها بأيام معنش ولكن بارنسان جمان عرف يكسب كل الخطوط في الملعب عانى بس من سوق التوفيق بشكل كبير جدا سواء في لقطة ضربة الجزاء او في الفرص الكتيرة اللي وجدت حارس كبير اسمه تيبو كورتوا بيقدم فعلا افضل موسم كرة ولي يعني انا بتقالي الموسم الحالي اللي تيبو كورتوا وبيبني بيه على الموسم اللي فات بصراحة بيقدم بيقدم موسم وبصراحة انا شايف اللي هو زي ما بنقول في الكرة في شكل حالي لما بنقول من افضل حارس في العالم بتتقفز لزهنان كده اسماه كتيرة للأسف مش من بناء كورتوا وده من قلة العادل شوية في الموازين فتيبو كورتوا وقدم موسم كبير جدا هو اللي عمل كل حاجة عنصر زي ماركو فيراتي عمل موسم كبير جدا ليونيل ميسي عمل موسم كبير جدا فضور اعتقد انه بوشتينو عارف يستغل بميسي الاستغلال الأفضل لي دلوقتي في جون مارون بابي انه بلعب عشرة تحتهم بيوزع الملعب كله بالضبط احتراس حربة ممكن يكون ايكار دي بعدين بتهالي باريس جرمان عمل ماتش كبير جدا نشوف الارقام تعالوا نشوف الارقام ارقام المباراة احصائية احصائية مباراة طبعا مباراة كبيرة مباراة ترتقي الى نهائي ابطال اوروبا ريال مادريد وباريس سان جرمان طبعا فوز باريس سان جرمان واحد سفر الفرص ولأيه لجد نبس عدد الفرص ريال مادريد فرصة واحدة الفرص لباريس سان جرمان عشر فرص طبعا احرز منها هدف واحد الاهدف المتوقع حاجة يعني خرافية 2.8 تقريبا 3 لباريس سان جرمان 0.3 لريال مادريد لاستحواز 57 باريس سان جرمان 43 الريال نتكلم على التمرات صحيحة نسبتها 90% لباريس سان جرمان 87 للريال تصويبات على المرمى 3 ريال مادريد ولا واحدة ما بين القائمة العرضة 22 تصويبة لباريس سان جرمان منهم 9 ما بين القائمة العرضة وانت كلمت على كورتوها ودوره الكبير جدا في المباراة دي يا أحمد العرضيات 2 ريال مادريد 11 عرضية لباريس سان جرمان ركنيات ركنية وحيدة البي اس جي أرقام اكتساح اكتساح كامل وفي ماتشاط احنا برضو بتفرق في تواريخ نوادي يعني إذا كان باريس سان جرمان عانى من أنه بما بيواجه الكبار في الشامبيونز ليج بيصغر يعني خلينا نتكلم بلغوط الكورة في الوقت ده انت وجهة الأكبر على الإطلاق في أوروبا ولعبته قدامه ماتش كان هو فعلا الطرف الصغير فيه أو الطرف الأولايل فيه مع تزار الجماهير ريال مدري بس لا دوس دوس براحت وقع الماتش بيقول كده بيقدم فعلا مباراة كبيرة نمار حتى لما نزل منزلش منزلش حاس أنه متأثر كان يسجل هدف وصنع أكتر من كرة خطيرة والهدف من صناعة نمار ميسي عمل ماتش كبير جدا في حدود قدراته البدنية أعتقد أن ده استغلال هيفيد بالأرجنتين بعدين وهيتخلص ميسي من من الاتزامات بدنية كتيرة كان ممكن يؤديها لو بيلعب جناح على الخط أعتقد الاستغلال اللي بوشتينو استغل بميسي أعتقد ده المركز الأمسل ليه في خطة باريس سان جرمان خطة باريس سان جرمان اللي انت ما ينفعش تضح بين بابيو ونمار نهائي صحيح ولو عندك سترايكر تارجت مان زي ما بنقول تحت اتنين بقى زي باريديس أو فيراتي أو إدريسا جانا جاي وإتنين من دول يبقى مهمتهم كلها الافتكاك وتحول اللعب المطقة والهجوم أعتقد لو الانسجام وصل فعلا بين العناصر دي كلها احنا بصدد نسخة مرعبة من فريق أوروبي أثبت أنه يقدر يواجه فريق العملاق بحجم ريال مدريد ويكتسحه في كل الأرقام وكل المشاهد في المتش دايما بيقول ريال مدريد زواجهين واجه في الليجا واجه الآخر المرعب في دور الأبطال وانت حتى وإحنا بنتكلم والنتيجة سفر سفر انت قلت يقول لي أنا متوقع حتى بالحالة السيئة للريق عايب جول أنا متعود كده فهل تتوقع سيناريو مباراة العودة حيكون لصالح الريال ولا يعني امتداد للأداء لباريس سان جرمان يكون هي الفريق المتأهل لدور الثماني يعني هو الموضوع محير كواحد متابع العداء المدريد تقريبا من 15 سنة تقريبا أو 20 سنة محير بالنسبة لي إلا يحصل أولا لأنه قاعدة إلغاء الهدف خارج الديار ده بهدفين يا ريال مدريد كان بيستفيد جدا من الموضوع دوت إنه هو يلعب على نتيجة بعينها ينشن على حاجة أنا هنزل المتش دا زي مثلا المتش يوفينتوس اكتساح يوفينتوس في نص نهاية دور الأبطال 2017 مثلا يوفينتوس اكتسح ريال مدريد في البرنابي وجاب 3 جوان ريال مدريد برنابيو بيفتح خطوطه في العادي يعني حتى مع أنشلوتي مش المدرب اللي بيكمباكت وراء لا هو بيهاجم هو دلوقتي محتاج يكسب فأعتقد إنه لا دلوقتي في الوقت الحالي فرص باريس سندرمان لإحراز هدف في البرنابيو كبيرة ده معنى أن ريال مدريد مش محتاج يكسب محتاج يكسب بحصة عريضة أو بنتيجة كبيرة الاتنين واحدة تكون زي الثلاثة واحد زي الثلاثة اثنين زي الثلاثة اثنين زي الثلاثة اثنين وده معنى أن إحنا بصلادات جيم مفتوح فرق مدريد مش عرف يجيب جون ويقفل الخطوط يعني ما يجيبش جون وخلاص هو يبدأ يقفل هيدطر إنه يفتح ماشي كامل تسعين دقيقة قدام فريق عنده عناصر فردية مش كويس إنك تفتح الملعب قدامه ففي صراحة أنا عاجز عن توقع الموضوع أولا لأن مدريد فريق يصعب توقعه ممكن يعمل لك أي حاجة عكس سير المباراة تماما وده من يعني خلانا نقول ده شخصية الفريق قوي ببن في الموقف اللي زيدي ولأن موضوع احتساب الهدف خارج الديار ما يش به هدفين أو تغيير القاعدة دي في تغيير تاريخي خلى فريسة من جرمان برضو عايز يدخل المش بأتيتتود معين وإحنا بصدق جيم أفتوحة أعتقد كل الاحتمالات وردة فيه كل الاحتمالات وردة لكن أنشلوتي مدير الفني اللي ريال مدريد قال إيه بعد الهزيمة من البيس جي واحد سفر ما حدث هو أننا عانينا رغم أننا قدمنا مباراة جيدة في الدفاع ولم نكن عدوانيين لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة وأهدرنا الكثير من التمريرات لم نتمكن من اللعب تحت ضغط باريس سان جيرمان في نصف الملعب لذلك هذا هو السبب في أننا لم نصنع العديد من الفرص للتسجيل لم نتمكن من تمرير الكرة إلى ماركو أسينسيو أو فينسيو الجونيور أو حتى كريم بنزيمة ليس الأمر معقدا لم نفعل ما أردنا بالنسبة لإيقاف كاسميرو وميندي عن مباراة الإياب تحدثت مع الحكم لأنه أعطانا بطاقتين كانتا خطأ لمس مندي الكرة فقط وليس أكثر من ذلك فيما يتعلق من بابي نعم لا يمكن إيقافه حاولنا السيطرة عليه ودفعنا بلاعبين اثنين لمتابعته حيث قام ميلي تياو بعمل جيد لكنه لعب يمكنه دائما ابتكار شيء وهذا ما فعله في الدقيقة الأخيرة من المباراة أنا متفائل قبل مباراة الإياب بالطبع ولعب باريس سان جيرمان بشكل أفضل في المباراة الأولى لكن يجب أن نكون أفضل في المباراة الثانية لأننا سنلعب على أرضنا لحسن الحظ لا داعي للقلق بشأن قاعدة الأهداف التي تسجل خارج الملعب لذا فإن هذا سيساعدنا أنا متفائل باريس سان جيرمان لديه ميزة قليلة ولكن آمل أن لا يكون ذلك كافيا عندما نلعب في البرنابيو أحمد تعليق بالضبط نفس السياق الذي كنا نتكلم به كابتن إمبابي فعلا هو الحسن باللقطة باللقطة التكارية محطة مش مخططة ووضعي الجسمه كتغريبة جدا والوطرية اللي عادة بينها بين الناس كانت صعبة جدا والقرار على طول أن البطن رجلي تحت رجل الجون يعني بيدل حتى أن حالة التركيز في آخر ثانية في الموش عالية جدا عند اللعيب دوت وأنه مش مجرد لعيب موهوب وجزء من قوة إمبابيها كابتن إنه هو حقق كاس العالم في سن مبكرة لما تجيب كاس العالم وتعندك 18-19 سنة بتشيل بقى صدع كتير جدا عليك وبتبقى جاهز بقى أن انت كل المنشاط فعلا بتأديها بروح هدية وكل حاجة اللي بقيله مثلا دورة أبطال أوروبا وده اللي الخطوة الجاية هو هيدرسها أنشلوت بيتكلم فعلا على وقع ماتش إنه فعلا يعني هو ما قدمش المبارك جيدة في الدفاع اللي هو بيتكلم عليها هو اخترق كتير جدا ولولا تيبو كورتوا كان النتيجة وصلت لثنين أو ثلاثة حظه كان موفق جدا ولكن آه بيتكلم على عدم قدرة على التمرير اللي اعتماد على فينيسيوس كان زيادة عن الداعي في الماتش دوت والماتشات دي بتحتاجش إنك تعتمد على واضح إنه كان بيعتمد بشكل أو بآخر إنه قرأة توصل عشان ياخد السكة بتاعته بالضبط لكن كمال نجاح باريس سان جرمان إنه قطع قطع السكة عن كل الامتادات سواء لي أو حتى الكريم بن زيمة وده نجاح بالضبط حكيمي لعب ماتش كبير جدا على فينيسيوس افتكرت بي أحمد والفتوح الصراحة حاسرت إن أعود والفتوح المهورد يجي بقى وفيراتي عمل وورك ريت كبير جدا في الافتكاك في الماتش ده ولما جانا جاي نزل في الآخر برضو قدم دور ممتاز وباريديس كذلك أعتقد باريس سان جرمان لها الماتش المثالي اللي لو كرر بس النسخة دي قدام ريال مريف بالنبي ولا ممكن يسجل أكتر من هدفه من هدفه طيب إيه بعد المباراة نشوف ما حضرتك أنا سعيد جدا كان أداء الفريق جيدا من الناحية الفردية والجماعية أنا سعيد لأجلهم بذل اللاعبون جهدا كبيرا واستحقون الإشادة على أدائهم على النتيجة التي ربما لم تكن بحجم أدائهم لكنها تمنحنا أملا عندما نذهب إلى مدريد فنحن ندرك أنها ستكون مباراة صعبة إلا أن هذه الطريقة التي يجب علينا اتباعها يستحق ريال مدريد كل الاحترام فهو فريق عظيم يضم لاعبين عظيمين أنا واثق بأننا سنلعب مباراة مختلفة في مدريد أنا متفائل بأننا سنذهب إلى هناك ونتقدم بعد ذلك إلى الدور التالي لكنني أتفهم أن علينا تقديم أداء مماثل لأدائنا أمام الريال ليس بوسعنا تقهقر بل يجب أن تكون هذه نقطة البداية أعرف أنني عندما ذهبت إلى فريق توتنهام احتجت لعام ونصف كي أنجح في تنفيذ أفكاري وخطتي وطريقة التي يجب أن نلعب بها أنا سعيد جدا بأدائنا الاثنين المدربين متفائلين وطبعا هتكون مباراة كبيرة جدا جدا بوتشتينو بيكلم على لو استمر بهذا الأداء فأكيد هو متواجد في دور التمني بالضبط يا كابتن بوتشتينو لقل اللي كان نقصه في كل تجاربه السابقة في باريس سندرمان فريق قادي اللي يبلو العناصر اللي هو عايزها يضر يبني عليها بهدوء لأنه في ظل ما هو بيبني وخسرا مثلا لقب كاس فرنسا اللي طلع منه حاسم مثلا لقب الليج آه من زمانه خلاص الفرق بينه وبين أقرب منافس مرسلية حوالي 13 أو 14 نقطة والموسم لسه يعني بعد النص بحاجة بسيطة قادر يوصل لمراحل متقدمة في الشامبيونز ليج قادر يدرب لعبة زي ميسي يوم بابيون هي دي كل ده اللي كان ناقص بوتشتينو وصل لنهاء الشامبيونز ليج الخطوة اللي جاية بالنسبة له أنه هو يحق لقب المتأسف وصل لنص لنهاء الشامبيونز ليج لأنه اللي وصل لنهاء كانتو خيل ووصل هو النهائي مع توتنهام قدام ليفر بول فأعتقد ده اللي نقصه بالظبط أنه هو يبني تجربة جتيرة حتى هو ذكر أنه هو قعد سنة ونص في توتنهام علشان يبني هو فعلا ده اللي محتاجه أنه يؤسس عنده كل الخامات اللي تساعد على الأداء ده بيتكلم أن المتش كان مرشح أنه يمشي أكتر من 1-0 لو بقياسة اللي عيبه وده اتكلمنا فيه وقلنا أنه حقيق فعلا لولا سوء التوفيق سواء في لقطة البنالتي أو في لقطات معظم المتش وتقلق تيبو كورتوا أعتقد المتش كان راح في سكة نتيجة أكبر لباريس سان جرمان صحيح ده كان على مستوى طبعا مباراة كبيرة ما بين باريس سان جرمان وراء المدريد لسه بعد الفاصل عندنا كمان مباراة كانت مفاجأة لكثير من النقاط وتعادل باير ميونيخ العملاق البافاري أمام زالس بور واحد واحد هنعرف تفاصيل هذه المباراة بعد الفاصل أعلم بحضراتكم مرة تانية أحمد برحب بيك مرة تانية عايزين نخش في مباراة كانت على الوراء نتيجة محسومة لصالح البايرن ولكن فجئنا بتعادل والبايرن بتعادل في اللحظات الأخيرة شفت مباراة طبعا ريد ريد بول سالس بور ضد البايرن ميونيخ واحد واحد طبعا ريد بول سالس بور بقى مدرسة كبيرة دلوقتي بتتأسس في كورة القدم الأوروبية لأنه لما يطلع لعبة زي هالند وساديو ماني ولعبة بالحجم ده خصوصا في ظل التحادات الكتيرة اللي بتواجه الأندية مثلا من بلدان زي النمسا وزي بلجيكا وأندية دي فأعتقد لا هو وزي ما قلنا ريد بول بشكل عام دخولها في كورة القدم وبالذات في تجربتين سالس بورج في النمسا ولايبزيك في ألمانيا والشارك وإعلاقة كل دول بنادي هوفنهايم وأكاديمية الناشئين فيها أعتقد تجربة نستحق الدراسة بشكل كبير خصوصا في مسألة تفريخ المدربين زي ما ذكرنا في أول حلقة الماتيس جايسلي بيغير شكل المباراة دي كان الاتنين المدربين عندهم 60 سنة الاتنين الاتنين مع بعض 67 سنة الاتنين مع بعض صحيح فكنت بقول لحضرتك آه غير الواقع تماما من فريق اتغلب 9-3 السنة اللي فاتت من بيرني مينوخ نفسه بمجموعة القائن الزهب والعودة الفريق بيعرف في يقف ند مش يقف ند الند دي بدأ كذبان بيرني مينوخ لحد أخبت ثانية لما كينجلس لي كومان بيتعادل في الدقاءة الأخيرة كينجلس لي كومان كان أخطر عنصر لبيرني مينوخ في المباراة دي وكان هو الورق اللي بيلعب عليه بيرني مينوخ بشكل بير فمانش ما كانش بيرني مينوخ في أفضل حالاته خصوصا النجوم بعد الخسارة برضو من بخوم في الدور الألمانية المفاجة أربعة تنين فأعتقد يعني وتقليص الفريق مع دور تموند لست نقط بس نعم البوندس لي جاء أعتقد محسومة بيرني مينوخ بس الماتش كان ماشي في سكة سكة تريد بول سالسبورج مهاجمه اللي هو أدامه خطير جدا جدا لقى ماتش كبير جدا هو اللي سجل هدف بتاع سالسبورج أعتقد أنه يعني دور الأبطال السنة دي أثبت أنه يعني البول بعد ما أخرج إشباليا من البطولة في الدور الأول وحل ثاني في مجموعته بعد الليل الفرنسي وخصوصا المجموعة دي كان إشباليا والمرشح الزهبي فيها يطلع من الليل ووليد بول سالسبورج فيها فأعتقد رغم أن الماتش بتاع الألانزالين هيكون معقد جدا على سالسبورج وغالبا هينتهيب نتيجة كبيرة للبيرني مينوخ اللي هينطفض وهيسعى أنه يرد الفعل بقى قدام أوروبا كلها في مرش العودة بس في نقطة مهمة يا كابتن زي ما احنا بيقول مثلا الأهل والزمال يكلمت المنافسة شديدة والفريقين أقوية جدا بينعكس ده على أداهم في أفريقيا بني مينوخ أحيانا بيعاني في أوروبا من ضعف المنافسة في البلد سبيجة حتى لو الفرق قوي بس فكرة أن أنا أقوى بكتير قوي حتى لو دورت منذ أقوى من الفرق اللي أنا بقى لعيبها وحتى فكرة أنك كده كده في أي وقت هتحسم البطولة دا أكيد بتبقى لها عامل شوية أن التركيز بيقل شوية أو الاستعداد للمباريات بيقل شوية ده يعني عكس في المباريات على مستوى ربما بالضبط فجودة المنافسة بشكل عام في الدور المحلي حتى لو أنت بتواجه خصوم أقل من الفرق اللي تبتنفسها في البندس ليجا مردودك بيقل لأن انت متعود تدخل البندس ليجا بروح معينة بنظرة معينة للمباراة بنظرة معينة للتشكيل بارتحية زي ما حضرتك قلت يا كابتن أنه هكسب في أي وقت لو اغتغلبت النهاردة عندي منافسين هتعسروا هكسب في الآخر ده نقطة دولة ده كلامك واضح كمان لو ترجمنا لفرق البريميال ليج شايف فرق البريميال ليج كمان على مستوى التشاملز ليج كلهم تقريبا بيقدوا بنفس المستوى بشكل قوي جدا للمنافسة قوية المنافسة المحلية قوية وبالتالي ده بين عكس بالإجابة نشوف معاك برضو أرقام المباراة طبعا أرقام مباراة سالسبورج وبايرم يونيخ طبعا واحد واحد البايرم يتعادل في الدهاء الأخيرة فرص سبع فرص للبايرم مقابل ثلاثة لريدبول أحرز كل فريق هدف منها نسبة الأهداف كانت لصالح البايرم الأهداف المتوقعة كان 3.1 و 0.9 لريدبول الاستحواز للبايرم سبعين مقابل تلاتين التميرات الصحيحة نسبتها 86 بايرم 73 ريدبول التصويبات على المرمى تسعة تمنتاشر تصويب للبايرم منها تسعة ما بين القائم والعرضة وريدبول 12 ما بينهم 6 ما بين القائم والعرضة العرضيات لصالح البايرم 17 مقابل 4 ركنيات 10 مقابل 5 لو حد بيشوف الأرقام من غير ما يشوف أول خانة خانة الأهداف يقول البايرم كسبان بنسبة كبيرة صح يا كابتن معك حق بس ده البايرم بينزل يكتسح بالخصوم بس في رقم مقلئ جدا لمشجعين البايرم ان ريدبول بولسلس بورج يعرف يسوي بـ 12 مرة على مرمى على مرمى 12 مرة منهم 6 من العرضة والقائمين فده مستوى خصوم ثاني أو ثالث في أوروبا فدور التماني هجي لك خصم أتألف دور الأربعة خصم أتألف في النهاية أكيد لو لو وصل بايرني ميونيخ للنهاية يجي لك خصم أتألف أعتقد دي الأرقام المؤلقة اللي تعبر فعلا عن سر الماتش نريد بولسلس بورج ما كانش طريقه صعب بالمناطق جزاء بايرني ميونيخ ومرمى أولدريخ الحرس البديل لمن دور المدربين ايه شفت إزاي يعني دور الاثنين مدربين مدرب اعتقد عنده 33 سنة واحد عنده 34 سنة عندنا لعيبة في الدور المصري اللي غير دلوقتي بتلعب بالعمار دي شفت أداءهم إزاي في المبراء الأداء الفني يعني كان نزال ألماني ألماني زي ما قلنا نظرية تفريخ المدربين اللي ذكرناها مرتين في الحلقة الماتش كان سريع جدا جدا قائم على تحولات كتير جدا الكوار الطولية كانت المفتاح بالنسبة ريد بولسلس بورج ولا خط ظهر بايرني ميونيخ بايرني ميونيخ كان عايز يمسك الكرة بالشكل معتد ولكن وضح لأنه خصم بالنسبة له مش مجهول بس ما استعدلوه بالشكل المساحات اللي انت كنت بتكلم عليها انها كرة سريعة وراه والبايرن بيهاجم في مساحات وراه بايرن كان بيلعب تقريبا 3-4-3 بشكل أو بآخر انت شفت دوات ازاي من خلال رؤيتك الفنية هل ده كان ضمان او شكل ان البايرن اي الفائل انا في اي وقت ممكن اجيب جول ولا تتفوق على مستوى رده لا هو نوع من انواع احيانا الصعوبات اللي بتوجيها الفرق الكبيرة دايما لما تنزل عايزة ماتش هاتكتسحه او تسجل كتير فيبقى فيت ركاية عند مدرب معين لعب على نقطة ضعف يعني بفتكر من هنا بيتسو موسيماني مثلا في ماتش مونتيري مع الغيابات الكتيرة مع فروق التشكلتين في الوقت قبل العناصر الدولية متلتحق بتشكلة القلي وموسيماني بيلعب على كرة بتتكرر كرة واحدة اخطار الوفر دوت هو يبقى اخطر حاجة هتعمل أهلي وده فعلا اللي جي من الجون تعصر هي دي النقطة اللي بتكلم علي احنا لما يبقى الخصمة بالنسبة لك الفارق شاسع بينك زي بيرني مونخ وريدبول ساليسبورج بتلعب على كرة هي الكرة دي فعلا اللي اتكررت اكتر ممرة واللي كان بتشكل موظم خطورة ريدبول ساليسبورج بقى نيمونخ كان نازل للخصمة هو فاهم انه هيكتسحه بشكل كبير او كان طمعان في الموت فلجأ لطريقته المعتادة احنا بتبقى انت مش مقفل كل حاجة وده بيواجهة كل فرق كبيرة ودام فرق اقل منها او فرق بتظن ان هي تدخل تكتسح على مستوى الادارة الفنية لقد لعبنا مباراة جيدة جدا خاصة في الشوط الأول الضغط في وقت مبكر امكننا ان نسبب المشاكل لبيرن ميونيخ لهذا الاداء يجعلني فخور للغاية بالطبع التعادل في اللحظة الاخيرة امر مزعج للغاية برغم من ذلك فانني سعيد للغاية انتهت المباراة بالتعادل نعلم ايضا انه في مباراة الاياب سنلعب ضد ربما افضل فريق في الوقت الحالي في العالم نحن غير مرشحين ولكننا لا نريد ان نترك طريقة لعبنا على الاطلاق ولكننا سنذهب الى ميونيخ بنفس فكرة كرة القدم التي نريد تطبيقها على ارض الملعب وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث في النهاية ماذا سيحدث في النهاية ونرى ماذا سيكون مدير فني اعتقد هيكون دور كبير جدا في الفترة اللي جاية يا احمد زي ما انت قلت هي مدرسة مختلفة مدرسة الالمانية اللي بتفرز مدربين زي ما احنا شايفين على مستوى العالم كله على مستوى المانيا مدربين صغيرين في السن ولكن عندهم خبرات وعندهم امكانيات كبيرة جدا جدا يعني متياز جايس للتقى مع ناجلسمان في المراحل السنية الاقل في هوفنهايم بس هما مشوا في هوفنهايم بنفس التدريج فريق تحت 17 فريق تحت 18 جاي متياز بيشوف الماتش كان بتاع بارني مونيخ وكانه بيبص المستقبل يعني كانه بيبص ناجلسمان على حسب مردود ناجلسمان مع بارني مونيخ تجربته كلها متياز بيحس جواه انه مدرب بارني مونيخ لانه المانية الجديدة ان انا احط على خط 33 او 32 سنة لعيه ممكن ما يكونش يعني مش محتاج ان انا اكون عامل كارير كبير او في الكورة ده لعب 7 سنين كله في هوفنهايم ناجلسمان اللعب سنتين بس كورة بتحسن التقرب يعني متقربة جدا لو تكلم مثلا عن يوجن كلوب ماينز وبعدين دورتموند وبعدين خلاص دخل في حتة تانية كمان بتكلم على تخل بياخد نفس التجربة بتتكلم على الجنزبان بياخد نفس التجربة تحسن مدرسة والخطوات فيها متشابهة بشكل كبير جدا وده زي ما انت بتقول نفس نفسنا نشوف الكلام ده في مصر على مستوى المدربين زي ما نفسنا كمان على مستوى اللاعبين احنا لسه في الطريق لكن على مستوى المدربين لازم لازم نتحرك الجزئية دي يعني بشكل افضل كتير جدا متفق معك جابت طيب نروح لمباراة كمان على مستوى التهديف كانت مباراة غزيرة بالآداف طبعا السيتي بيكتسح سبورتنجلشبونا خمسة سفر مفتري وملاحظ يوقفوا كل حاجة بس احيانا بكون النتائج برضو خدع ليك مش لنا كمشاهدين ليك كمدرب كابيب جو بارديول لما يبص لأي خصف زي سبورتنجلشبونا يعني بين خسيم كده احنا بنشوف في مانشستر سيتي في كتير من الاوقات في دور 16 او في دور المجموعات خصومه ما بيبقوش اقوى حاجة فبيحقق نتائج كبيرة عريضة جدا بتخلي جو بارديولا يتوقع واي مدرب انه في حاجات قبلة للتساهل زي افتكرت في الماتش دوت هو نزل الماتش ده من غير رأس حربة كلاسيكي 9 افتكرت لما عمل كده في ماتش تشيلسي في نهاية الشامبيونز ليج وقال ليه ده كان اهم سبب ان فرص الفرص اللي لاحت لما انشستر سيتي وكانت قليلة لانه تخلي عرف يحجم جوارديولا جدا في نهاية الشامبيونز ليج السنة اللي فاتت ازاي كان كنت محتاج بس ان يبقى موجود اجوير بس نزله هو موجود على الدك ما فيش اي مشكلة انك تمزله او جيسوس ينزل في المركز ده وما كانش فيه اي مشاكل فهو انت تعتبر مباراة خديعة ممكن جدا على مستوى التاكتك تكون مباراة خديعة انا بلعب من غير راس حربة اساس وبكسب خمسة وبالتالي ممكن يصدق نفسه انه ممكن ده يتقرر في اي مباراة ولا هو خلاص على مستوى مختلف يقدر يميز اه تمشي مع سبورت انجليش بونا لكن ما مش هتمشي مع البايرن يعني خلينا نقول هو سبورت انجليش بونا فهو لما استغنى عن اجويره كان بيقول انا مش عايز سترايكر بالشكل ده واسرار على المدرسة دي وجورديولا قط ثورة في مسألة المهاجم الوهمي باستخدام ميسي وانه يمشي ابراهيم ويتشو من بعده قال انا مستغنى عنهم حتى ديفيد فيا اللي جيلي على الطرفه اكتر وكان بيخدم على ميسي فهو مخلص جدا لأفكاره وحنا بتوصل لدرجة العناد فاعتقد لا انت محتاجني وحوصا ان انتو منشيطر سيتي مش هتغلب في لعب تجيبه يعني هو الشكال السنة دي اعتقد هو كان مارن شوية اتجاه مسألة هاري كين مثلا انه اه ممكن يجيب ده لو هدمن له فعالية الهاري كين التهديفية لما معرفش مين راس الحرب اللي ممكن تقول ده راكم المان سيتي لازم يجيب هذا اللعب يعني هو بطريقة لعب جورديولا انا بحس ان احنا التعديل عليها غلط يعني اننا بس لوكاكو اللي هو بس كله وظيفته ستة في الستة برسه في الستة برجله تحت في الـ 18 بارفاق لوكاكو الانتر مش لوكاكو تشيلسي مش لوكاكو تشيلسي الحال لوكاكو الانتر ده بالنسبة لي مهاجم بس هلن طبعا اللي هو ايرلين جالد لو راح اي مكان ينور انما لوكاكو بتاع انتر مينان اللي كان متاح يا قصد اللي كان رقميا متاح تجيبه كان سهل ولكن ما نشفكرش في منشستر سيتي طيب تعالوا نشوف مع حضراتكو بيب غارديولا طبعا بعد الفوز الكبير خمسة سفر على سبورت انجلي جبونا ال اي في المؤتمر الصح ادركوا صعوبة هذه البطولة ولذلك فان الفوز بخمسة اهداف دون مقابل هو انجاز مذهلون لعبنا بفاعلية شديدة وبلغنا المنطقة وسجلنا هدفا ثم بلغنا المنطقة وسجلنا هدفا اخر وعندما يحدث ذلك يكون الوضع صعبا جدا على اي خصم غير اننا لم نحسن قراءة الوضع عند بنائنا للهجمات فقد كانت هناك مساحات في الجانب الايسر ولم نتعامل بصورة جيدة مع ذلك اهدر جواو كانسيلو العديد من الكرات ولا يحدث ذلك عادة ليس بامكاننا السماح للخصم بالانتقال من الدفاع الى الهجوم فهو فريق خطير ودليلا على ذلك انظروا الى اول خمس او ست دقائق من المباراة قبل تسجيلنا هدف السابق اذ داوموا وتبادل اللاعبين على مراكز الاندفاع بسرعة الى منطقتنا لكننا دفعنا بصورة جيدة وحققنا هذه النتيجة المذهلة اقول مرة اخرى لا تسيء فهمي هذه نتيجة مثالية وجيدة جدا لمباراة الاياب لكن بوسعنا تقديم اداء افضل في كاين بيتا الاندفاع بسرعة اكيد طبعا نتيجة كبيرة جدا جدا خلاص يعني اكيد المان سيتي احمد في دوري التمانية بشكل كبير ما عندهمش اي مشكلة ولكن مشوار المان سيتي تعتقد بهذه الانكانيات او من خلال الاربع مباراة اللي احنا شفناهم من الاكثر فرصا للحصول على الشمس لسه طبعا لسه فيه اربع مباراة تانية فيه فرقة كبيرة تانية اللي لسه ملعبتش يعني انا بتخيل انه السلاسة الانجليزي تشيلسي ليفربول منشستر سيتي وباريس اندرمان اللي هيمر من باريس اندرمان وليال مادريد وبارني مونيخ اعتقد هي مش هتخرج من دول يعني اعتقد هي دول وده استألتنا السؤال ده لو تسألنا السؤال ده السنة اللي فاتت هلقون نفس الاجابة تقريبا هنضيف بس ممكن يعني كلاسيكيا برشلونة مثلا او اتليتيكو ولكن اعتقد هي مش هتخرج بره دول جورديولا زي ما شفنا مدرب مغرق في التفاصيل يعني هو كاسبان خمسة بره ارضو ومركز ان الباكريت ما كانش فيه شوية حاجات ما كانش كويسة ده بيعمله دايما حتى مثلا لما عمل كده مع محرز في زروة تقلقه بيقول ده عنده شوية حاجات نقصة هي دي الطريقة اللي تكيز الصغيرة ده ده جورديولا يعني بيكون كاسبان خمسة يقولك أصلي بس كان عندنا ديفو في الحاجة يعني ده ده جورديولا يعني سابة تسعين دي او مركز في اول خمس دقيقة دي سبورتيج اللي يجبون عمل على انها شغل كويس يا حبي انت كاسبان خمسة فده دي مدرسة جورديولا المغرقة في التفاصيل يا كابتن وده اللي مخليه مدرب بالنسبة لي من افضل المدربين في التاريخ طبعا جورديولا من اكبر المدربين وافضل المدربين معنا مستوى التاريخ ولكن يعني في مفاجآت اكيد كتيرة في الشامز ليج احمد طبعا بنشكرك شكرا جزيلا دايما بتنورنا ويعني بتمتعنا بثقافتك ويعني من افضل الناس اللي بيكون موجودة معنا بصراحة ربنا يخليك يا كابتن ده توضع من حضرتك وانا بكون سعيد جدا وبزيد اكتر وانا مع حضرتك نورتنا وشرفتنا ربنا يخلي حضرتك يا كابتن شكرا كمان لحضراتكم ان شاء الله معدنا يوم الاتنين اللي جاي حلقة جديدة ويوم جديد من المحترف